هنا مشكلتنا في تنمية ولا مشكلتنا في فلوس ولا مشكلتنا إنه أنا ما عندي قرار على معبري إيش اللي دخلوا وإيش اللي أخرجوا بتتحدث إنه مخيم جباليا فيه حوالي 12 مخبز سبعة منهم منقصفوا والبقيين فهموا القصة تسكروا الغزة كانت تزرع لأنه ما فيه عن مساحات كتير صراحةً كانت تزرع 3% من قمحه فقط 3% كان عنا كيلو البندورة ب2 شكل حيالاً في الجنوب بتاخدش 15 شكل هاي الكميال هني تم إدخال البيض من أوكرانيا كان يتم إدخال كميات كديرة لقبع غزة من إسرائيل نفسها فس برضو بنرجع ونفكر إنه كيناس كتير فيما قبل الفرن كانتش بأمن حالها فهو ممنوع أنت تصنع غذائك بإيدك حتى لو بالحد الأدنى حالياً لما تتقدم قائمة الطالبات عبر وزارة الاقتصار لاستراد البضائع حالياً المعبر ما بكف أكثر من 400 شاحنة كانت الأونرواء تأمن 60% من احتياجات المواطنين من 20% ويقضوا حاجتهم لهم المواطنين ويقضوا حاجتهم من الحكومة عبر الشول الاجتماعي أسبوع الهدنى لشمال غزة دخلوا كميات من اللطحين وللولا هذا السبوع كان زمان إحنا اللي فدخلنا في هذه المجاعة ويمكننا الحين الله يعلم مش صار فينا 390 شكل حق كيس اللطحين اللي قابل شهر شهر ونص أخوية الثاني باعه باربعين شكل إنه في كتير نساء مرضعات ما فيها حنين سيدنا يعطيكم العافية كيف الحال أنا أحمد أبو قمر صحفي وباحث في المرصد دورو متوسط حقوق الإنسان بتحدث معكم من شمال غزة من مخيم جباليا يعني أنا حضرت ما خلص ماجستير في الاقتصاد وباكالوريوس الصحافة يمكن في هذه الحلقة موضوعنا مختلف بتحدث عن الأمن الغذائي والمجاعة من نعيشها في شمال غزة واللي صراحة يعني بالدق ناقوس الخطر بشكل كبير جدا خصوصا على صعيد أطفالنا بهذه الحلقة هنشوف قداش نعيش مقاسي بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 140 يوم صراحة أنا لحتى نسجل هذه الحلقة قطعت مسافي كبير جدا حتى أقدر أن أصل لنقطة الإنترنت أو المكان المتوفر في الإنترنت أنا صراحة توقف عملي منذ ثلاث شهور تقريبا لسبب عدم توفر الإنترنت وهذا الشيء أيضا كان متعب لنا بجانب أنه فقدت أختي وعائلتها زوجها وطفليها وبجانب أنه العمارة السكنية المتواجدة في حشوقتي تم تدميرها بالكامل وبالتالي متاعب كبيرة صراحة لخلقتها أن الحرب واللي حاليا بنعيش قضية عدم وجود طعام ورحية بشكل كامل عدم وجوده وهذا الشيء بنعكس حتى على طبيعة تحركاتنا والمشي واليوميا إحنا بنعيش حالي من المحاربة من أجل تأمين قوت اليوم وخصوصا للأطفال يعني بهذا الحلق إن شاء الله نتحدث فيها عن الأمن الغذائي وعن الجوع حنشوف كديش أنه في معاناة وإن شاء الله بنعمل أنه ما تطول هاي المعاناة وتنتهي عن قريب إن شاء الله أهلا وسهلا فيك أحمد يعطيك ألف عافية وشكرا للمشوار اللي ضربته عشان يعني يمسك معانا أو نعرف نعمل هذا الحوار ونخوض هذه الأسئلة ممنون لك ويعطيك ألف عافية أحمد أنا إحنا بالعادي في بودكاست تقارب نترك الضيف يعرف نفسه يعني بالسطر الممل تبع التخصص الممكن اللي لقي موجود على جوجل وإشي تاني بعرفنا على حالك على نشقتك تفاصيل من حياتك عشان نتعرف عليك أكتر تفضل أنا أحمد عليان أبو قمر باحث في المرصد الأورو متوسطي وأنا بعمل أيضا صحفي مقتصف للمجال الاقتصادي وأخرج في نظام تحليلات وأوراق علمية فيما يتعلق بالصحافة الاقتصادية والعلام الاقتصادي وخصوصا أيضا فيما يتعلق بالتحليلات الاقتصادية عمري 33 عام متواجد في شمال غزة مخيم جباليا هذا المخيم اللي أنا كثير وكدي عن سمعته عن مجزرة مخيم جباليا اللي أنا واحد من الناس يعني تصوابت في هذه المجزرة ربما كانت الأصحابة طفيفة نوعا ما ولكن تعرضت لأصحابة أنا اتقلت أختي وجوزها وعيدتها في قصف في وسط قطاع غزة بيتي انهدم بالكامل في هذه الحرب وحاليا يعني بأخطن في منزل العائلة في غرب تصغير في منزل والدي 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 يعني والحمد بالله الوضع سيء جدنا في هذه اللحظة يعني أشفاء هذه المقابلة نتحدث عن أوضع حتى على صعيد الميداني سيئة في شمال غزة كانت في صباح في خضائف مدفعية وكنت يعني صراحة المتردد أني أقدر أطلع لهذه المقابلة أو لا ولكن الآن الوضع يعني فيه هدوء نسبي وأيضا الوضع سيء جدا على صعيد الغذاء وربما يمكن أن نحن أنحلقتنا في هذا المجال أحمد أنت قبل 7 أكتوبر ايش كنت بتعمل؟ كيف كانت يومياتك؟ يعني صراحة إحنا أنا على صعيد الشخصي كنت بحقت إنجازات كبيرة كنت من شهر فقط مشتري شبتي اللي انهدمت حاليا شهر واحد سكنتها تذكر التاريخ كويس بستة تسعة أول ليلة قلت بنابها في هاي الشقة السكنية برضوك شمال غزة في منطقة العالمي هذا المنطقة القريبة من كمال عدوان مستشفى كمال عدوان وهذا المستشفى اللي كنا اسمعنا عنه كيف تم اقتحامه كنت بقى سكن شقة جديدة ومع كفشها بالكامل والحمد لله يعني كنت الحياة جلوة لدرجة أنه حتى يوم الجمعة اللي هو 6 أكتوبر كنت عن بعض معيلتي الكبيرة لحلوان من مناسبة الشقة ومنهم أختي رباب اللي فقدناها في هاي الحرب هي وزوجها وأولادها وكان يعني يوم جميل جدا هذا يوم الجمعة ما بننساها وصراحة إحنا يعني نمنى بيوم حلو ولحتى الآن ما أصحينا يعني أنا واحد من الناس فأقول إحنا نمنى ولحتى الآن الكابوس مستمر علينا ما أصحينا فقدت أختي وعائلتها تعرضت لإصابة فقدت شغطي صحيح أنا باحث مقتصفي يعني فيما يتعلق البحث الميداني في المرصد الأورم المتوسطي أنا صحفي مقتصفي المجال الاقتصادي ولدي عمل آخر أيضا بجانب المرصد الأورم المتوسطي ولكن الكابوس اللي بنتعرضنه بشع جدا إحنا ما بنعرف شو اللي صار كيف صار شوقنا يوم سبعة أكتوبر يعني زوجك تصحيني من النوم إنه أنت الحين ما عاد عملك يعني وقمت وكانت هي كمان متجهز لأولاد الأطفال للمدرسة عندي قيس في الصف الثالث التدائي وعندي أعليان في الصف الأول وعندي سمحان في رياض الأطفال في الروضة وعندي ميرة لسه طفلة عمرها سنة ونصف بنتحدث إنه كانت عم بتجهز لأولاد الأطفال فأثناء يعني أنا بذكر هذا الموقف بشكل جيد عم بتلبس لأولاد وأنا لسه يعني دوبني عم بعد الحالي وعن بدي أقوم يعني ألبس وأطلع على عملي فبنشوف أصوات مدفع أصوات قدائف أصوات صواريخ وما بنعرف شو يعني يعني يقول دنيا انقلبت حوالينا ما حدا فاهم شو اللي بتصير فأنا قلت لأ خلاص ما حدا يطلع نشوف إيش اللي بصير حوالينا هذا لابدت ساعتين ثلاثة كان يعني مشهد مرعب ومقيف صراحة كان يعني هذا اليوم حتى الآن بنعيش كابوس إحنا ما فوقنا منه من صباح 7 أكتوبر وحتى الآن للأسر قبل قبل كمان 7 أكتوبر أنت قلت لي أنك صحفي اقتصادي كيف كانت وين كان شغلك أو وين كنت بتكتب أو شو كنت بتعمل قبلها؟ أنا بأشتغل في مدير تحذير موقع بزنس ريبورد الاقتصادي هذا موقع مالي مقتص في الشأن الخليجي وأيضا أنا بأعمل في منصة محفظتي هذه المنصة التي تتبع لأم بي سي جروب أنا صانع مكتوى في منصة محفظتي وللأسف بسبب الحرب على غزة والعدوال المستمر وانتصال الانترنت بشكل كامل نحن يعني متحدث عن حتى انقطاع الاتصالات والانترنت تعرضنا لمتاعب كبيرة جدا توقف عملي صراحة يعني يمكن ما قصروا معي لها في العمل ولكن في النهاية أخذت إجازة بدون راتب أو التغريط لأنني أخذ إجازة بدون راتب لأنه ما في انترنت أنا أقدر أقوم بمهامي على جهاز اللابتوب وما في انترنت إحنا حاولنا نتغلب على هذه الصعوبات بشكل كبير جدا ولكن للأسف حتى هذا الانترنت اللي هو الحزنة على الجوال ما بسعتني لا أني أقوم بعملي خصوصا أنه هذا العمل يعني مرات يكون في فيديوهات لازم أسجلها مرات يكون في فيديوهات لازم أرصحها في مواقع لازم أتصفحها فأنا يعني أتحدث أنه تقريبا من بداية شهر نوفمبر 11 الماضي وحتى الآن أنا في إجازة بدون راتب هذا الشيء عرضنا لمتاعب ويمكن أنا مش الوحيد اللي بعاني من نهاية الأزمة قطع الاتصالات قطع الانترنت يعني كما نعيشنا غير أنه المتاعب المالية بنعيشها لأنه ما في مرحبا أيوة أحمد أنت هو قطع عند لما بدك تحكي عند قطع الاتصالات وقطع الانترنت تمام يعني أكمل أنا عادة فضل كمل يعني نتحدث أنه قطع الانترنت عيشنا بمتاعب مالية كبيرة والسبب أنه عملي توقف عن ما فيه انقضيتنا في عمل وبالتالي أطردت أن أخذ إجازة بدون راتب يمكن يعني في البداية كان الحديث عن أنه أنت في وضع صعب وحرب وبإمكانك أنك تطلق راتبك ولكن القضية تارك المتحدث عن خمس شهور يعني مش اسبوع أو اسبوعين أو شهر وبالتالي حاليا أنا يعني فقط أعمل كباحة للمرصد الأورو متوسطي كباحة بحكم أني بعيش في هذه البيئة ولكن حتى كمان يعني في ظل عملي للمرصد كباحة المرصد أنا أعاني بشكل كبير من لدرجة أنه شحن الموبايل والجوال شو الإشغالية؟ أعرف النت كويس يعني نفس الإشارة النت سامعك أحمد أنا هلأ بحكي أنه الإنترنت يعني نفس الإشارة ما بعرف ليش بفصل أو فيه إشغالية شو ممكن أن ن corridها ايضا ما؟ الحين زوم إيموجي بتعمل تحديث لو وكفتكات ممكن بظل هالمقابلة ماشية؟ آآ 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 المفترض آآ يعني اليه خليه تعمل تحديث هو يعمل تحديث هلا عشان هيك يمكن شكرا للمشاهدة دعوه يكون صغيره إذا عملت التحديث الأكبر هو وراء هو هو اللي يعمل إشفالي تمام الصورة أفضل مش عارف يعمل تسجيل خروج للأقل طيب نستغل الوقت يمكن حتى ما يرسل يعني كنت بتحدث إنه قطع الإنترنت والاتصالات من ناحية دخلنا في متاعب مالية لأنه أنا كصاحفي وكباحث في المرصد الأور المتوسطي وكمان كصانع محتوى في المجال الاقتصادي فقالت عملي أو مؤقتاً لأنه دخلت بإجازة بدون راتب ومتحدث عن خمس شهور الارتفاع كبير في السلع الغدائي لأنه هي أصلاً مش موجودة والموجود منها صار يعني متحدث إنه على سبيل المثال كان عندنا كيلو لطحين بتنين شيء أصلاً 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 نعمل التليفون الاتصال على الواتساب شو رأيك ممكن يكون أفضل أصلاً 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 بالعكس أنا بعيد مرة ومقتين بالعكس إحنا مع إنه بسلتنا تصار يعني خصوصاً تشغل الغزة والوضع المأساوي اللي بعيش السكان يعني بالعكس يعني إحنا مبسوطين لهذا الاهتمام ودورنا بال مالو مالو أيوة أحمد أيوة تمام اشلت الصورة انت عمل ميوت عندك الصوت الصوت آه تمام هيك آه تمام المفروض طيب نستاند كنت بتحدث إنه بقطع الاتصالات والإنترنت منتحدث من بداية نوفمبر شهر 11 أدخلنا في متاعك كبيرة على صعيد العمل وهذا الشيء يمكن أنا حالي من آلاف الحالات لأنه صراحة فقدنا العمل كصحفي وكصنا محتوى كنت بتحدث عن موقع متصف المجال المالي أيضا توقفت عن العمل فيه حتى لو كان إجازة بدون راتب بقيت على أني أعمل كباحة في المرصد الأورو متوسطي ولكن أيضا هذا الشيء خلقنا متاعب كبيرة تخيل إنه لما نبدي أشحن الموبايل آآ متاعب كبيرة وصلنا نتغلب عليها في موضوع الواحد طاقة وما شابه ونقطع مسافات إذا ماتي عندنا الواحد طاقة موضوع الإنترنت يعني هذا كان هو المشكلة الأبرز وأيضا موضوع أخط على الاتصالات ندخلنا في متاعب كبيرة على صعيد التواصل مع عليها الولاي الزفة يعني على سبيل مثال أنا أحسن أهلا أيها يا أحمد أنا لا أعرف كيف أوقف التحديثات صراكة لأن هذا كل ما يحدث الزوم فبصر فيك أنا أحسن هل يرمي مراحة التحديث لكن كيف أوقف تحديثهم؟ لا أعرف ممكن لو أعملت توفير طاقة هيا المشكلة عندكم كمان هلأ بالتليفونات أو الاتصالات اللي بجرب أعملها مع الأصدقاء بس يمسك الواحد فيكم إنترنت التطبيقات بتجبر و يعمل تحديثات وينك أنت بدك تمسك خط أو بدك تمسك حزمي عشان بتعمل التليفون وينك مشبور تحدث التطبيق عشان يقبل و يخليك تعمل التليفون موسيقى هالحلقة سيكون يبدو لي فيها منتاج طفيف يعني نركب الحلقة تركيب عشان نقدر نوصل الأفكار المهمة ويبدو لي هلأ أنه هسا في اللحظات هاي أنه رح ننتقل نتجاوز كل الحوار العادي أو المقدمات تبع التقارب ونحاول نستغل كل شحطة الاتصال اللي رح تتوفر لنا عشان نجرب ناخد نسأل الأسئلة اللي بتتعلق في موضوع الحلقة الجوع والمجاعة في عموم غزة و والجوع والمجاعة خاصة في في الشمال شمال قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سنجرب حل تقنية ناخد نحكي التليفون من خلال الواتساب هو نسجل بطريقة ما عندي وعنده على تليفون تاني عندي وعلى تليفون تاني عندي عشان نستكمل الحوار بنفع بنفع نكمل المحادث هيك بس انت هلأ بزبط تسجل كمان صوتك على التليفون التاني اللي عندك تستكمل تسجيل طيب تمام خلص احنا معناها لا لا بس صوت خلص بس صوت طيب تمام انا هاين هاعمل تسجيل هالجوال اتاني تمام بلش يسجل صوت واضح هيك تمام بلش صوت واضح اها مشي الصوتك انت يكون عندك انت واضح انا انا تمام صوتي بس الصوت عندك انت همشي يكون بسجل منيح تمام خليه قريب منك اه تمام تمام طيب منوان نستكمل اه ثواني احنا نستكمل من هسا سامعني منيح يس سامعني طيب احمد احنا بدنا نقفز قفزة عن موضوع الاتصالات وبدنا ندخل في موضوعنا مباشرة عشان موضوع الانترنت والاتصالات احمد اول اشي انت اللي عرفته انك انت يعني في الفترات الاخيرة جزء من الرصد والبحث تبعك بتركز كمان في مساحات الامن الغذائي بس انا بدي ارجع لما قبل فعليا ما قبل سبعة اكتوبر البعض بفكر انه غزة كانت بتعيش فيه نعيم كامل ما قبل سبعة اكتوبر ولما نيجي منشوف الارقام والاحصائيات او حتى شو كان بدخل على غزة منشوف فعليا انه دائما كان فيه ادارة للغذاء ومستوى دخوله وبعض الفترات كان هناك رصد لحجم او عداد الكالوريز الغزة بتلزمه فبتم تدخيلها من قبل الحدود فبنفع ترجع لي اصلا لفكرة حصار غزة ما قبل سبعة اكتوبر تمام اذا من اتحدث عن هذا الموضوع اذا من اتحدث عن هذا الموضوع يعني يمكن هذا الشيء بالداخل فيما يتعلق بالامن الغذائي وفيما يتعلق بعمل كمختصف الشال اقتصادي كصحة احنا من اتحدث عن اسرائيل ومنذ سنوات الحصار الاولى يعني عمدت على ابقاء غزة ضمن سياسة الرأس فوق الماء يعني انا بغرجك بس ما بقتلك لهيك هي عملت منذ سنوات الحصار متحدث يعني من 2006 ولحد اليوم اني انا بعطيك بس اللي تقدر تتكفح حاجتك من الاكل فيه وتتكفح حاجتك انك تضلك عايش اما تتحدث عن عملية تنمية تتحدث عن عملية ازدهار تتحدث عن معدلات بطالة منخفضة تتحدث عن معدلات فقر منخفض هذا الشيء لا فهي هذي كانت ضمن سياسة اللي هو وكانت حدث فيها حتى رئيس وزراء الاحتلال اللي نتني اياه انه احنا منعمل ضمن سياسة بقاء الرأس فوق الماء تمام؟ هذا هي السياسة اللي بياته مثلا سيح حاليا هو بيكون بقدر على سبيل المثال يعني ما بدنا نروح كتير في هذا الموضوع بعيد هو بيكون نقول بقدر انه لازم يكون يعني الاختصار بيقول انه سوق غزة عشان اساس انه يصير بالشكل المطلوب بده نقول على سبيل المثال اثنين تريليون دولار شهرية هو بعطيك مصف تريليون يعني هو بديك ربع حاشته هذا الشيء بيخلق لك متاعب على صعيد البطالة بيخلق لك متاعب على صعيد الفقر بيخلق لك متاعب على صعيد انه داما الحكومة بتواجه مشاكل القطاع الخاص وبالتالي هذا الشيء بنعكس على الفرد كفرد بالنحية انه يأمن احتياجاته اليومية من ناحية انه يعيش الحياة الطبيعية ما بدنا نتحدث عن حياة يعني فوق العادة او حياة رغيبة او ما شابه لا بتحدث الحياة الطبيعية وبالتالي انت بتحدث اثنين فاصل ثلاثة مليون انسان هذول اثنين فاصل ثلاثة الاثنين مليون مش كلهم عايشين حياة طبيعية ومش كلهم عايشين حياة فوق الطبيعية ومش كلهم عايشين حياة ايضا متدنية لا في عندك يعني شخصي الناس متوسطين من ناحية الدخل انه هذا الموظف وعنده دخله وهذا دخله ممكن يكفيه لعشرين شهر وممكن يكفيه لشهر كامل وماشي تمام بس في عندك نسبة بطالة وهذه نسبة حقيقية تفوق الخمسين في المية تقريبا يعني بتتحدث ان انت واحد وخمسين في المية اخر احصائية بين العموم بين الشباب الخريبين سبعين في المية نستطيع البطالة بتحدث انت كل عشرة بتخرجوا من الجمعات سبعة منهم بيقفوا على طبور البطالة وتلاتة فقط اللي بلاقه وظيفة نتحدث عن الفقر الفقر تعدى نسبة تمانين في المية ونحن المنميجي كمان حتى فيه معايير للفقر يعني ايش معنى كلمة فقير يعني هذا الفقير اللي مش قادر يأمن احتياجاته اليومية بشكل كامل احتياجاته الاساسية وفيه عندنا كان حتى حد ادنى للفقر الف واربعمية وخمسين شهكل ومع تضخم اللي صار تم رفع هذا لحدة الف وثمانمية وخمسين شهكل تتخيل انه العامل في اسرائيل يعني كان في عندنا اخر قطرة عمال يعني تحدث تقريبا ١٢٠٠٠ عامل بدخله للعمل في اسرائيل هالدول العمال اللي بدخلوا لاسرائيل كان الحد الأدنى للأجور عندهم خمس سلاف وخمسمائة شهكل يعني اقل عامل بروح لما بعمل في البناء او ما شابه او ما باخد خمس سلاف وخمسمائة شهكل حيث انه انا موظف باشتغل في مكان ما راتب ٢٠٢ شكل يعني تتخيل انه حتى الموظف الحكومي او الموظف القطاع الخاص او حتى الشرطي اللي بلازم يأمن يعني يحفظ على الامن او حتى المعلم اللي بعلم الطلاب صار يخد ١٠٠٠ شكل وبالتالي صار العمل في اسرائيل افضله بكتير لهيك من نشوف انه انصاف الرواتب كمان يعني الحكومة مش قادر انها تتد رواتب في غزة كان نتحدث عن ٥٠٪ نسبة راتب او ٦٠٪ ايضا في رواتب الضف اللي هو السلطة كانوا يعطوا اخر فترة ٧٨٪ ومش داما يعطوا راتب كامل حتى الوكالة دخلت في بعض الازمات بسبب منع التمويل في فترة من الفترات وبالتالي هادي كل هالمشاكل المعقدة هي اللي خلت انه في عندك مواطنين مش قادرين يأمن احتياجاتهم اليومية وهذا الشيء من منذ بدل حصام ٢٠٠٦ بس هاد الشيء مش معناه انه فيه ناس مش عايشين فوق ريحة يعني بالمعنى انهم اه محهم فلوس وخير لا فيه ناس كثير يعني اه بخير وتجار ويمكن هذا الحرب يعني سوت الكل بالارض يعني ما خلت فيها ناس فور ونسحت بس كان فيه قبل سبع اكتوبر ناس بما شاء الله يعني محهم فلوس ومعروفين يعني حتى في البلد بالاسماء هم انهم مليار درية ومحهم فلوس ولكن هدول هم فئة يعني قليلة وربنا رزيبهم ولهم تجاراتهم ولهم ما شابه ولكن بالمجمل اللي بنا قدر نتحدث انه آآ يعني اغلبية المواطنيين الفئة الاقل من المتوسطة ما بدنا نقول للمتوسطة لا اقل من المتوسطة ونسبة كثيرة ايضا كمان من المواطنين من ضمن الفئة الفقيرة والمهمشة واللي انا انا بحكم انه ساكن في مخيم جبال يعني هذا المخيم يعني الناس انت بتحدث عن ناس بسطاء مش مدينة يعني الحي من احياء المطرحة لا في ناس عندك كثير منهم ما معه انه يعطي ابنه مصروف اللي هو الشيء لهذا الشيء البسيط يمكننا نعيش هذه الحالات بشكل كبير ونحاول نتعاون مع احده للناس في هذا المجال ونوصل لتسالتهم فكان فيه متاعب كبيرة جدا ولكن هذه المتاعب ما كانت مبينة بالصورة المطلوبة لانه كان ياخدوا معونات من وكادة غلثة تشغيل اللاجئين معونات من الحكومة معونات من بعض المؤسسات الدولية اللي بتعمل في قطاع غزة تمام وبالتالي هذه المعونات كانت يعني بتصد غمقهم نوعا ما لما بتعايشوا العيش المطلوبة انه يعيش عيشهم بقواصلها ولكن بتصد جوعه يعني ما فيه ما قبل سبع اكتابر ما كان فيه بناء ادم ينام جوعان الحين الكل بنام جوعان تمام هذه المشكلة الاساسية قبل ثاني الحديث انه ستين في المية من المواطنين في قطاع غزة بخلقوا المساعدات من الانروا حاليا شمال غزة ومدينة غزة ما فيه مساعدات من الانروا لانهم نزحوا بناء على طلب اسرائيلي نزحوا لمناطق جنوب قطاع غزة وبالتالي هدول المواطنين اللي كانوا وهم عايشين على المساعدات بطل فيه مساعدات وبالتالي دخلنا مشكلة الفقر حتى لو حاليا دخلت بضائع في السوق تبيع للمواطنين انا بأكد لك انه اكتر من ستين سبعين في المية من المواطنين في غزة والشمال ما محهم فلوس انهم يشتروا هاي المساعدة هاي البضائع وبالتالي المطلوب حاليا هو عودة هاي المساعدات اللي كانت ضدوا للناس لحظة يقدروا يعيشوا بس الحد الادنى نتحدث عن حد الكفافة المساعدة بالادنى من انهم يترفقوا الاكل والشرب والامور هاي البسيطة طب احمد بعتقد كمان لانه طول امد طول فترة الحصار من 2006-2007 لحد 2023 نحكي على اجيال فعليا طلعت وما شافت وما عشت الا فعليا الحصار فبالنسبة لها جزء من تطبعة تخليني احكي مع فكرة نقص مستوى الاقتصاد المتدني نقص الاموال نقص الاحتياجات وغيرها على مستوى الغذاء اذا بنا ناخد احد اشكال او احد جوانب الحصار ان اسرائيل دائما تتحكم في شو بدخل وشو بدخلاش الان كان واضحنا انه في قوائم من الاشياء الممنوعات واشياء المسموح اذا بدي اخد بس الجانب الغذاء واسمح لي اشاركك عشان نقفز قفزة بمحل انه في الفترة الزمنية اللي كانت في بداية الحصار من 2006-2007 الحصار على كل غزة تمام بعدين صار الحصار ياخد اكتر من شكل مرة التجديد على فئة محددة او التجديد على بضاعة محددة او صار القز صار يتغير شكل الحصار فاخد اكتر من شكل ولكن اذا بدنا نرجع بالسنين الاخيرة ما قبل 7 اكتوبر وتحديدا موضوع الغذاء ويمكن في مشهد اللي كنا نسمع عنه انه في يوم ينحكى انه في كتير مثلا صنف ما موجود بالسوق وسعره نزل او سعره واطف في الوقت اللي فيه نقص لصنف تاني فطوال الوقت حتى في الفترات اللي انت بتحكي عنها انه كان فيه البعض اللي كان عايش ومرتاح وعنده الدخل العالي جدا بظن كمان مش كل اشي كان متوفر زي كأنه بلد طبيعي تاني بالكامل الجانب الغذائي احمد اسرائيل كيف كانت تتحكم فيه ما قبل 7 اكتوبر باخد فترات اذا ما يتحدث على الجانب الغذائي صراحة اسرائيل كانت تتعمل ضمن سياسة انه انا بوفر لك الهاجات الاساسية البسيطة من اكل ومشرب شو اللي بتطلبه بس ما تفكر انك تصنع هذا الاشي بغزة يعني على سبيل المثال يجي رجل اعمال يقول والله انا بدي افتح على سبيل المثال مصنع تمام لتصنيع الهاجيات يقول للبسكوت او ما شابه او ما هذا هذا كان مع اول عدوان تتحدث عن عدة فروب مره لفغزة ادوانات مع اول عدوان قبل ما يقصف حتى المقاومين او ما شبهوا اول ما يقصف 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 المصانع شوفت الهاجات الان يخرج عن القيد منها اياه ليش وما بديك تعتمد على حالك حتى لو بالحاجات بالبسيط انا ما بدي اتحدث عن الطحين او سلعة استراتيجية لا انا بتحدث عن سلعة غذائية يعني نقول مكمل او ما شابه فهو ممنوع انت تصنع غذائك بيدك حتى لو بالحد الادنى حتى المزارع يعني اتحدث عن الزراعة في عندنا بعض المناطق الحدودية المزروعة مع اول عدوان مثل هذه الجرفات دخلت على المناطق الحدودية وجرفت هاي المزارع ضمن حجة انه هاد منطقة امنية ولازم تكون عازل وما شابه فهو هاد الاساس العمل بعد هيك وبيجي بدخلك البضائع اللي بدك ايها للاكل والشرب من ضمن هاي البضائع في حاجة بقول لك هذي عم مزدوجة الاستخدام ممنوع تدخل يعني عسب المثال في بعض البضائع اللي ممكن يعني ما ما لها علاقة بالاكل والشرب بس بتكون لها علاقة بالمنظفات وبقول لك هذي بتستخدم مزدوجة الاستخدام الخشب في فترة من الفترات ما نعاد خاله لانه كانت غزة من المناطق اللي بتصدر الأخشاب والأثاث للضطف وللأسواق وللأردن وما شابه وبالتالي هو منع هذي الزارعة كان عندنا اشجار برتقال كثيرة جرفها بالكامل كان عندنا مصنع للبرتقال ولا آآ علب البندورة يعني اللي هو تصنيع من زراعة البرتقال والبندورة يتم تعليب العلب العصير للبرتقال وتعليب البندورة برضو ايضا هذه المصانع خرجت عن الخدمة بالكامل وبالتالي هو صار يدخل المواد الغذائية بالحد الأدنى يعني اللي بيحتاجه السكان بس هو ما بديت الكميات الكافية يعني هل بيجي تاجر بطلبه العشر شاحنات بشكل يومي بيقوله لا لك بس اتنين لانه حاجة المعمر باب تكفي المعبر هذا كان بدخل تلتمية اربعمائة شاحنة تمام وهو اعتمل على معبر واحد اللي هو معبر كرم ابو السالم واغلق باقي باقي المعابر يعني معبر ايرز بجانب حركة العمال كان يدخل بضائع ما قبل الفين وستة معبر كارني المنطار اللي هو شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة كان يدخل بضائع هدول المعابر اغلقهم بشكل كامل يعني المعبر كارني قبل سنتين لو بحثت في الاخبار هتلاقي انه اه عمل جدار اسمنت واغلقوا بشكل كامل مع انه المنطقة الصناعية لمدينة غزة مجاورة لهذا المعبر والمنطقة الصناعية كانت يعني تعمل مباحثات انه يظل هذا المعبر شغال لانه احنا التصدير البضائع هاد البضائع اللي بعض البضائع البسيطة اللي بنصنحها في المنطقة الصناعية بنضطر انها ننقلها لكرم ابو سالم اخصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الاسرائيلية وبالتالي هاد البضائع بدها تطلع على الضفة او على ميناء ازدون او على الاردن وبالتالي هاد تكاليف النقل متعبة جدا للتجار ولكن الاحتلال ما سمعت هذا الكلام او ما اخذت فيه خلاص لها المعبر للكم معبر كارم ابو سالم حاليا لما تيجي تقدم قائمة الطلبات عبر وزارة الاقتصار لاستراد البضائع حاجة المعبر ما بكف اكتر من اربعمائة شاحنة بعد هيك صار الحديث عن ادخال بعض البضائع من معبر اه من معبر رفح لقوابة صلاح الدين بالحدود مع مصر تمام ولكن حتى يعني ادخال البضائع مع مصر كانت ضمن اتفاقية انه انا بداخلك فقط الغاز الدخان اللي هو التبغ يعني بعض البضائع البسيطة اللي ما تتضرر منها اسرائيل اللي بتاخد هذه الضرائب على البضائع يعني انت قاعد بتحكي لي انه معبر رفح هادا يعني هاد السؤال التاني واستفسار التاني اللي بخطر لي انت قاعد بتحكي ما كان بدخل منه غذاء المعبر رفح اه كان بدخل منه البسكويت والشبس والامور اللي هلاقا بال يعني المبدأ منها في الغذاء بمعنى الغذاء المكملات الغذائية يعني الحاجات مش الاساسية زي القمحة والبحين او الارز او ما شابه لا المكملات الغذائية يعني حتى المساعدات الغذائية اللي بعتمد عليها ستين في المية من سكان خطاع غاز بتدخل عن طريق كرم وبسالمة عن طريق اسرائيل بس يعني كان يتم يعني اه اه تقديم طلبات استيراد من معبر رفح كان يتم السماح اللي هو ادخال شبسي بس قويت بعض انواع الحليب يعني الحاجات اللي بتم اللي بتيجي تحت البند المسموح بالاستيراد ولكن تعالي انت طلع لهذه الحاجات ما بتلاقي غير الغاز المصري هو الاشي يعني اللي بنقرب عنه استراتيجي او اشي مهم بالنسبة لقطاع غازي باقي الحاجات هي عبارة عن يعني حاجات يعني صلنا نشوف عصبين المثال مع هذا الادخال هاي البضائع كان عندنا ثلاث انواع شبسي في السوق يتم ادخالها عن طريق اسرائيل صار عندك ست سبع انواع شبسي بس شفت يعني كيف الاختلاف يعني حتى لو انقطعت هذه الانواع انا لا انا بكمل حاجة ابني في الشبسي او في البسكوت في نوع الثاني موجود بس هو زاد للاصناف تمام وفي الحاجات اللي انا اصلاً ما فيش عند نقص فيها يعني هما قبل سنوات الحزار المشكلة مش في الشبسي يعني ولا البسكوت تمام انا كان عنده مصنع العودة للبسكوت هذا المصنع كان يصدر على اسرائيل نفسها يعني احنا مرة كونا في زيارة لهذا المصنع فكان يتحدث ان هاي تجار اسرائيليين يعني اكما بتتحدث تجار فلسطينيين في الداخل او في الضفة او في الولد لا اسرائيليين نفسهم بدهم من بسكوت العودة لانه فعلا كان عندنا جودة مختفعة في بعض المصانع وحتى البرتقال تعبز كان ممتاز تحدث عن الزيتون يعني عندنا مصنع اللي هو لا كبس الزيتون بالعلبات وانت حدثت اكترت شو يعني زيتون فلسطيني ومن الشابة والسر والماءات والزيت وزيت الزيتون طيبا كان يعني كنا نصدروا هادو لكن هادو الامور كلها تغيرت ضمن الاستراتيجية انو لازم انت تضلك تابع لا الاقتصاد الاسرائيلي وهادو للأسف اللي يعني صراحة دائما ما كنا نتحدث فيه وما دخلتنا بروتوكول باريس الاقتصاد اللي جان فيه انو نظن في تبعية مستمر للاحتلال حتى انو اموال المقاصة الفلسطينية تتخيل انو انا لما ادخل مضائع تمام هادو المضائع تاخدوا عليها ضرائب اللي هو المقترض للسلطة انو اسرائيل هي اللي بتجمع هادو الاموال وبتسلمها للسلطة طب ليش ما يكون فيه نقطة على سبيل المثال ما بدنا نقول انو احنا نتحكم في المعبر يعني ما بدنا نتحدث امور يعني هي اعتقد يعني من ابسط الامور اللي لازم تكون للمواقع الفلسطيني او لحبوم الفلسطينية ليش ما انا يكون اللي اعسبي المثال نقطة على هادو الحدود واجمع فلوس الاحالة من الضرائب ليش بتم اقتطاع اموال ثلاثة في المية قجرة عمال اسرائيليين انا ما بدو عمالك الاسرائيليين اللي يجمعوا اليوم ثلاثة في المية وثلاثة في المية مبلغت بيه لما تحدث عن ملايين الشواتن ليش ما هذه الاموال بتم اقتطاع منها بحجة انو جزء من هاي الاموال بسلطة تتفاح للشهداء والجرحة انا بدي اخذ هذا القدر جزء من هذه الاموال السلطة تتفاح لموظفيها في قطاع غزة مع انو كله بتم التشريك الامن عليهم هدول الموظفين ما قبل ما يتم تشغيله في السلطة الفلسطينيين وبالتالي باخد هاي الاموال اذا السلطة بدها تتحرك بالمحافلة الدولية لمحربة اسرائيل او لشكوى تقنيم شكوى مثلا في الجنة اليوم ما شابه هاي الاموال انا بمنحها عنها فاني انا امسك رقبتي في الاقتصاد الفلسطيني للجانب الاسرائيلي هذا الاسف اللي خلقتها بروتوفل باريس الاختصاد السلطة تسعمية واربعة وتسعين اللي تم توفيه حما بعد التوقيت اوسلو واللي اليوم احنا بتعاني منها من هاي التبعية وانو الاحتلال هو بتحكم في هاي المعابر وايش اللي يدخل وايش اللي ما يدخل ويعني انت زي ما بتحدثوا بالعامية انا واقف على هذا الباب هاي هذا البيت وانا اللي بقول مين اللي يفوت ومين اللي يطلع وايش ياخد معه وايش يعني كيف بده يصير عندك سيادة او دولة او حتى اشباه دولة فيما يتعلق بهذا المجال وانت اللي قاعد تتحكم شو انا اصنع وشو اكل وشو ما اكل صراحة هاي المشكلة الاساسية اللي احنا بتعاني منها اه يعني انا بذكر في الفين وسبعة يمكن يعني لسه كنت يعني ثانوية عامة وقتها ولكن بذكر انه كان فيه فلوس مع الناس يعني كان فيه سيوله في السوق تمام بس ان اللي في السوق مين لاجه حبة الاجوزة او البسكوت ما تلاقي بتاتا يعني ممنوع ادخالها وكان فيها صار ممنوع يدخل يعني ومقصها في المصانع وقتها ولكن منع ادخال المواد الخام لهاي المصانع يعني من سكر وما شابه وهذا بحيث انه هذا المصنع مش قادر يشتغل لانه بده مواد خام ما فيه تي سيوله حاليا انعكست الآية ما قبل سبعة وسبعة اكتبات صار فيه بضائع يعني صار يدخل ضمن ما بسميها التسهيلات الاقتصادية يعني الجانب الصاري كان يقول عن التسهيلات التسهيلات ودخل كثير مضائع من مواد قذائية بس للأسف عمل على سياسة تجفيف المنابع انه ما فيه فلوس مع المواطنين ليش؟ لانه نسبة البطان المرتفعة ما فيه عمل حتى الموظف الحكومي بتلقى خمسين في المية من راتبه حتى الموظف اللي بيشتغل في مكان ثاني راتبه منخفض يعني ذو بيصل لحد الأدنى للرجور او ما شابه وبالتالي هاده هاده النقطة الاساسية انه هو داعد يعني بيلعب ضمن زي ما بتحدثه ضمن أحجار النارد أنا وقت ما بدي بقى او الشطرانت عقل وقت ما بدي بقى اضح على الحجر هيد او ما هيد كنا في البداية من اتحدث عن سيول مرتفعة مع المواطنين وما فيه بضائع بعد نكساتي وتسهيلات اقتصادية حصار عندك بضائع كثيرة بس ما فيه سيول وما فيه أموال مع المواطنين ليش تغير أحمد أنا بتعرف بوافقك وهيك فيه اشي رجعتنا لإله من يعني من فوائد هاده النقاشات اللي قاعدة بتصير اليوم انه بتخلينا نرجع نشوف مشاهد اعتدناها يمكن قبل شوية كنا بنحكي على اعتياد مشهد الحصار انت قضقت على اتفاقية باريس اللي هي حتى من كتر الحديث عن أوسلو باريس تحول كل شي عند كتير ناس بس هو فعليا الاشي بوضوح احنا يعني عموم الضفة الغربية وغزة مؤهلة فعليا بأي لحظة ده المشهد اللي بتعيشه اليوم غزة لانه انت فعليا احنا صلمنا رقبتنا بالكامل للاحتلال على مستوى الغداء فحتى على مستوى العجول على مستوى اللحوم على مستوى الغداء على مستوى المصانع طوال الوقت في هاده النقاشات اللي احنا بنتجاوزها باليوم يوم لانه زي كأنه بدنا نعيش او بدنا نبني اقتصاد قائم على وجود الاحتلال بشكل اساسي فبوصلنا بنوصل للمشهد مثل هيك بس شوي الغريب لإليه انه حتى بسنين الحصار اللي صارت بغزة مع كمان محاولات كسر الحصار باكتر من شكل او حتى كمان الشكل الاقتصادي اللي صار في غزة هو شكل مغاير عن يعني عن الحالة في الضفة تماما لانه صار فيه اساليب لكسر الحصار طوال الوقت الغريب انه يعني كمان عشان افهم مشهد اليوم بحتاج بالكامل لارجع بالاتفاقية باريس بالكامل زي كأنه ما تغير المشهد او ما اشتغلنا بس عشان افهم عليك اكتر خلينا نروح نعمل هيك زوم انه صغير شوي ونشوف اذا بنا نمسك ملف الطحين او القمح كيف كان الاحتلال بتحمل بتحكم العفو بدخول القمح والطحين لغزة طيب اذا ما نكون صراحين فيما يتعلق بالقمح والقمح بالذات وصراحة ما قبل سنوات الحصار ما كان في عنا اشكالية في هذا الملف يعني العكس بدكم خبس فض وخبس وكل وقت ما بدكم كانت الاون رواة تأمن 60% من احتياجات المواطنين من الخبس خصوصا للاجئين كان بتحدث عن اقريبا 20% غير 60% 20% بيقضوا حاجتهم اللي هم المواطنين اللي بيقضوا حاجتهم من الحكومة عبر الشرور الاجتماعية تمام و20% من المواطنين هذول اللي هم يعني حسب التصنيفات انهم مش محتاجين لهاي المساعدات وبشتروها شرية منهم والتجار اللي بدخله هاي البضائع اللي هو اللي هو اللي طحين من الخرج وبتم بيعه في السوق المحلي بسعر طبيعي وما شفنا يعني انه في يوم الايام انقطعنا بالكامل من اللطحين او انه صار عندنا بشكلية زي اللي بنعيش هاليوم وبالتالي اللي حتى هنكون واقعيين احنا ما قبل سبع اكتوبر ما كانت يعني مشكلتنا فقط في موضوع اللي هو الطحين والفبز وكان عندنا اشكال في هذا المجال لا بالعكس كانت الامور طبيعية وفيس يعني اتحق تخيل انه فيس لطحين خمسة وعشرين كيلو حاجه تلاتين وخمسة وثلاثين شكل يعني انت بتحدث لعبها عن عشرة دولار فيس خمسة وعشرين كيلو بس حاليا اذا انت بدك تلب كل قزة كل شيء ما مش هتلاجم كيلو طيب لو لقيت الكيلو الواحد تمام بتشتري بمية دولار كيلو الواحد شوف انت كيف المفارقة صارت كبيرة بالنسبة للناس سنوات الحصار الفات ما كانت مشكلتنا فقط لا بس حاليا احنا متحدث عن مجاحك فيه فيما يتعلق بالاكل قبل انا كانت مشاكل الناس انه انا مش قدر اطعم اولاد بمعنى ان امنهم في بياجاتهم ادي ابني مصروفه على المدرسة على سبيل المثال ان اسجل ابني في الجامعة بعد ما يطلع من التنوية العامة لانه ما فيه معاييرسوم للجامعة انه انا اقدر اسكن بيت انت تخيل انه انا بتحدث عن 13 سنة عمل عن سعيد الشخصي انا لسه من شهر اقدرت ان اشتري بشقة سكنية واستقل يعني كنت ساكن مش عند اهلي بس يعني في غرفة يعني او وفقين فوق بيت اهلي فتتخيل انه انا موظف وما قدرت اصل لهذا الاستقلالي غير بعد 12-13 سنة فشوف يعني كيف حاجة الناس ليش لانه انا راتبي مش كامل اه في متاعب مالية اه اه اتغلبت شوي لما لقيت عمل بعد التخرج هادي هي المشاكل الاساسية عند المواطنين مشكلتنا ما كانت قبل سبعة اكتوبر في الطحين والاكل يعني الاكل بمعنى الخبز الاكل احمد اسمح لي بس هون يعني مش عم بحكي على انك انت كنت فاقد الخبز قبل بس بحكي قاعد انه في مشهد اصلا اللي بنحكى فيه انه ليش ما كان فيه تخزين كبير لمواد غذائية وانا مفكر ان الاحتلال هلا كمان بالنقاش اللي قاعد بصير عندك بمنعنا حتى احنا فعليا نكون زينا زي اي دول تاني انه يكون في عنا هاد المخازن اللي بتأمننا فعليا في حال ظرف صارعنا ظرف اقتصادي ظرف حرب زلزال ايا كان انه ما تصير عندك مشكلة الاغذية عموم الدول فعليا بتلاكي تمام مثلا على موضوع القمح بتلاكي الصوامع موجودة والمخازن موجودة لفترات وتتباهى فعليا بقدرتها على التخزين الان احنا في واقع فعليا الاحتلال اللي بتحكم بالحجم اللي بدخل انت اللي بتقول لي ايا انه ما كان فيه نقص على مستوى اليوم يوم ولكن بالضرورة بالشكل كمان اللي انت بتقول لي اياه ما كان فيه قدره عند الناس انها تخزنت صحيح طيب هادا النقطة بالاساس احنا كنا في مباحثات معها مع وزارة الاقتصاد ما بعد كورونا او في فترة كورونا اخر فواتف فترة كورونا انه ما انت يعني بتعرف انه في فترة كورونا صار ارتفاع كبير على السرعة الغذائية ويمكن احنا في قطاع غزة ما تضرناش بشكل كبير لانه كان فيه مساعدة بتدخلها من الانروا وبعض المؤسسات فكان الحديث انه ليش ما يتم عمل صوامع انا ما بعرف اذا قبل هيك ما اعتقدش انك تدغزة صحيح من بلا فتر جيد غزة نتشارف طب ان شاء الله بنشوف هك المرة الجاية غزة مساحتها يا ان شاء الله بإذن الله غزة مساحتها صغيرة جدا يعني بالنسبة لها يعني انت بتحدث يعني انا انا الي اخوة اثنين افتركي او ابوي او ام راح اتركي فلما ابوي اجاب اقول للي اتخيل يا ابا انه اسطنبول اكبر من كل فلسطين تمام فانت متحدث انه انه غزة يعني انا على سبيل المثال باجري انا باجري ماراثون انا يعني بلعب الرياضة وباجري ماراثون تخيل انه انا قطعت من عند ايريز من شمال غزة وصلت لحد مخيم النصارات وسط قطعت غزة باراثون 16-17 كيلو تمام فانت بتحدث عن مساحة ضيقة فيها 2.3 مليون مواطن ما في عندك المناطق اللي تقدر تعمل فيها الصوامع وايضا كان الحديث هذا حسب كلام وزارة الاقتصاد انه هاد الصوامع بدها موافقة اسرائيلية لحتنا ما يتم قصفها في اي حرب جايد فضمن المباحثات انه من ان نعمل صوامع ما في موافقة امنية اسرائيلية ما في موافقة انه يعني ما في عندك مستثمرين المستثمر اللي بده يحطه فيه زي ما بنعه احنا متحدث في الاقتصاد انه رأسي المال جبان انا كمستثمر ازماع اموال وبعرف ان هذه الاموال ما في عليها تأمين وانه تنقصف في اي حرب جايدة ما بتلزمنا حتى لو كان موضوع صوامع او امن غذائي الحكومة نفسها ما بتقدر تعمل هذا الموضوع من تكلفة منها لا هذا بدها توعز لها قطاع خاص انه يعمل هاي الصوامع وبتكلفة وضمن استثمارات ايضا فيما يتعلق بالقمح غزة كانت تزرع لانه ما في يعني مساحات كثيرة صراحة كانت تزرع ثلاثة في المية من قمحها فقط ثلاثة في المية تخيل انه حتى الاحتلال اللي حق مع الثلاثة في المية وصار كل القمح يتجرفه لانه على المناطق الحدودية يتم زراعته خصوصا في جنوب غزة يتم تجريفه نحكى مناطق خزاعة احنا صح؟ اه اخزاعة له شرق خانيونس وخربة العدس شرق رفح وحتى المناطق منطقة ابصفية عندنا شرق مخيم جباليا هذه المناطق كلها كانت فيها زراعة قمح ولليوم حتى فيه مواطنين يعني يمكن تتحدث لانه ليش بتقوله فيه مجاعة وبالعكس من لاقي انه فيه ناس بأمنوا أكل لانه في حاليا المواطنين بروحوا بصلوا لحدود تمام هو عارف حاله انه رايح جنب الدبابات وممكن ينقصفوا ممكن هذا وبروح بلقى مواقي القمح عن الارض وبجيب له اقد كيلو اثنين كيلو وبطحنهم تمام فالاحتلال عمل على تجريف هادة الثلاثة في المية يعني انت بتحدث ما بتتحدث عن اكتفاق ذاتي او صلة ستين سبعين في المية من حاجتك احنا مساحتنا ما سمحتنا غير نزرع ثلاثة في المية عسبية المثال تمام؟ لحقنا الاحتلاء على ثلاثة في المية موضوع الصوامع كان بده مستثمرين لانه صراحة انه مكلف نوعا ما شوي بالنسبة لغزة ما في موافق امنية لعمل صوامع تمام؟ اه وزارة الاقتصاد عملت بالتوافق مع التجار على التخزين تخزين لقطاع غزة لتنين فاصل ثلاثة مليون مواطن في هاد البقعة الصغيرة بتكفيك فقط لثلاثة الشهور انا بحكي لك هذا الكلام حسب ما هم تحدثوا إلنا في أيام كورونا يعني تحدث قبل ثلاث سنين فقط لثلاثة شهور انا بديك يعني حاجتك بعد ثلاثة شهور انا لازم استورد من الخارج نقطة ثانية الثلاثة شهور هدولة في الوقت الطبيعي مش في وقت حرب يعني على سبيل المثال انا في ايام الحرب انت في ايام الحرب ما في عندك لا شاورمة ولا جاج ولا لحوم ولا مشابه انت بدك توكل خبز صباحا وظهرا ومساءا وهذا الشيء اللي احنا صار معنا يعني انا كانت حاجتي من كل شهر بديك كيس لطحين 25 كيلو على صعيد أسرة الصغيرة انا بولاد ومرضة بتتحدث انه كيس لطحين كان عندي اخوي اجا لما قبل ابدأ هذا كيس لطحين بطل كف اسبوع ليش؟ لانه كل اكلنا خبز فاحنا نتحدث ثلاث شهور في الوقت الطبيعي يعني في الوقت الثاني بتتحدث عن شهر ومصف احسن لحوال شهرين في ادخال وللعلم احنا اللي فادنا في الموضوع اللي هو اسبوع الهدن اسبوع الهدن لشمال غزة دخل وكميات من الطحين وللولا هذا السبوع كان زمان احنا اللي دخلنا في هاي المجاعة ويمكننا اللي اعلم مش صار فينا يعني انا صراحة اللي اخف عليك انا بتحدث معك انا من ثلاثة ايام ما دكت الاكد يعني هاي يمكن جاعدنا بتخوي فما تخوي جايبالي صحين كستر بتعرف الكستر ببنعمل من النشاة والحين هذا الناس خلاص يعني ما اعتمدين عليهم حتى هذا موضوع النشاة صار يعني يعني بتتحدث كوننا نجيب الرطل باثنين ثلاثة شيكل الكيلو عفوا باثنين ثلاثة شيكل حاليا بتتحدث الكيلو صار اتناعش تلات عشر شيكل فشوف يعني قدش ارتفاع فهنا انا من ثلاثة ايام يعني يعني بدأكل حاليا صحين كستر تشوف انت لدرجة مين احنا وصل فينا الحال حتقول لي ما معك تلوس انا معه في الوس وقادر بجي بس وين ما فيه يعني حتى اللي في الوس صارت زي الزينة ما لها لزوم صراحة يعني معلش عشان انا افهم عليك وانا كنت بسأل السؤال الصوامع وما بتخيل قصلا انه الاحتلال كانت رح يسمح لغزة انه تكون فيه صوامع وتسمح لغزة انه يعني يعني بدا تصير دولي سعية غزة اذا بدها تأمن حالة غدائيا زيها زي بقية الدول الثاني هاي فكرة مستحيلة انه تصير ولكن كنت بحاول اسأل واستفسر عشان اعرف انه حتى بشكل موضوعي قداش قداش مستوى التخزيني اللي كان ما قبل 7 اكتوبر بشكل طبيعي فانت عم تحكي لي باحسن الاحوال احنا بنحكي انه فيه طحين بكفي القطاع لا تلت شهور قمح بكفي القطاع لا تلت شهور الان مع اللي صار فعليا مع تركيز الناس او انقطاع اصناف غذائية تانية رئيسية تانية الناس فعليا صارت تسحب اكتر في موضوع القمح والطحين غير انه بعتقد كمان مع القصف تدمرت مخازن وتدمرت اشياء احنا فعليا نحكي على شهر ونص نحكي على شهر ونص احمد صار اه في احسن الاحوال هذا في وقت الحرب شهر ونص في احسن الاحوال انه يتكفي حاش الناس وكمان في نقطة اساسية انه شمال غزة مشهور في الزراعة يعني مناطق بتحنون ومناطق بتلاهية فيها مناطق زراعية في عندنا مطحنتين تمام بس هذا موجود في جنوب القطاع يعني حتى لو في قمح نقول انه في قمح يعني مطحنة السلام والمطحن الثانية ما تذكر شو اسمها يعني هذا مطحن يعني كبير في البلد ممكن بيجيب القمح من الخارج وبطحنوه او حتى من الثلاثة في المية اللي بتم زراعته هذا موجود في جنوب القطاع ولكن احنا اتحدثت انه حاليا المشكلة في شمال القطاع غزة حدولي طب في عندكم زراعة هذا الزراعة ما قبل الحرب مع بداية الحرب كله نزح من هذه المناطق الحدودية تحت الزراعة وبالتالي حتى موسم الفراولة اللي كانت بتلاهية تشتير فيه بشكل كبير جدا وبتم تصدير للخارج للأسف ضرب موسم الزيت والزاتون برضو انتكس بشكل كبير وبالتالي حتى الزراعة يعني تضرر بشكل كبير جدا بعد هذا الحرب وهون فعليا الميزة ما بين اللي بسمعهم للأصدقاء على فكرة انه الجنوب لسه فيه خضار اه صحيح لانه لسه فيه وصول لأراضي زراعية ولسه فعليا يعني الموسم ما خلصش الحلو في الجنوب عفوا الحلو في الجنوب انه منطقة المهربات بتقع في نص البلد يعني تتعرف انه كان فيه انسحاب اسرائيلي من 2005 من غطا غزة المستوطنات هذه المستوطنات كانوا كانوا منبئين يعني اكثر مناطق قصوبه واحسن مناطق غطا غزة وقريبة من البحر تمام يعني مش مناطق حدودية فبتم الزراعة فيها في منطقة بعيدة عن الجيش فبقدروا الناس يصلوا لها وممكن بيغزين الحرب يعني يقدر انه يزرعوا ويحصد بس لا شمال غزة في اكتبات سكان كبير وبالتالي الزراعة هذه بتتم فقط في المناطق الحدودية يا شرق مخيم جباليا يا اما في بيت حنون وهي بلدة حدودية يا بيت لهي وايضا هي بلدة حدودية ومنتحدث عن منطقة بيت لهي يعني قريب من زكين يعني ما حدا بقدر يصلها في هاي الايام او في ايام الحرب والعدوان وبالتالي هاد النقطة ايضا كانت مشكلة اساسية ان في شمال غزة انه ما بنقدر نصل لهي المناطق بترفي احمد هلا بتذكر وحسن واحنا قاعدين بنحكي على الزراعة انه الاحتلال اصلا كيف على سبيل المثال في مناطق في اريحة في الاغوار كيف اشتغل فعليا على انه السلة الغذائية طبعا فلسطين اذا منفع نسميها هيك يعني مثل ما بسموها الباحثين انه تصير الزراعة فيها اقل مقابل النخيل وفعليا صاروا المزارعين عم بشتغله كصناعية عند تجار فعليا التمور اللي بالاخر يعني فيه دوائر ما بتوصل عند الاحتلال فيه اشي بعموم الضفة وغزة كان فيه اشي بعموم الضفة وغزة كمان انه احنا كنا بفترات نزرع وما زلنا حتى نزرع لشو المناطق الاحتلال تستهلك يعني شو الاحتلال بيستورد من عندنا فلقينا مثلا فيه نقاش دايما بيكون على انه ليش بمناطق جنين ممكن تزرع انت الخيار الصغير مش الخيار الثاني هلا وانت قاعد بتحكي على موضوع الفراولة تحديدا بتذكر النقاش اللي كان بيقول انه غزة ليش بتنشغل بزراعة الفراولة على سبيل المثال تعرف بس فيه فيه النقاش اللي كمان بالنسبة لي حتى وانت قاعد تحكي على مناطق زراعية بالشمال او بالجنوب هي كمان ما كانت عامل حسابها ليوم مثل هيك لفكرة انه انت بتزرع لتوكل يعني او تأمن حالك بالكامل الان احمد المناطق الشمال نزحت بتجاه الجنوب فحتى كميات الخضار اللي موجودة في القرارات الزراعية في مناطق الجنوب عليها ضغط كثير فحسبتها كثير جدا صحيح فبعتقد انه حسبتها كمان مثل حسبة القمح وطحين اللي حكيت لها بنفع تعطيني تقديرات يعني اقرب للموضعية بعرف انه شوي صعب بس بنفع كمان تعطيني تقديرات انه ليلة اليوم هي خليني اقول ليلة اليوم في في الجنوب خضار او 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 مازال حاضر برغم انه احنا بنحكي بالما بعد اليوم المئة واربعين هو مازال حاضر لانه بتم الزراعة وبتم طرحه في الاسواق وايضا كمان في بعض الكميات بتم استرادها من مصر يعني اتحدث عن البصل البصل المصري بدخل يعني اللمون المصري لما ما يكون فيه لمون بدخل لمون من مصر تمام هذا يعني ما ما قبل الحرب بس حاليا ما بعرف اذا فيه استراد او لا بس على كل حال حتى لو ما فيه استراد وقول انه هاي الكميات ما بتكفي المواطنين اللي نزحه تمام هذا الشيء اللي بفسره انه كان عندنا كيلو البندورة ب 2 شكل حيالا في الجنوب تاخدش 15 شكل يعني معنا الكلام فيه طلب كبير عليه والكميات يعني اقتصاديا الطلب كبير والكميات المعروضة قليلة تمام لهيك صار الارتفاع ارتفاع كبير في الاسعار يعني بتحدث انه انا بكلم انا اخواتي اتنين نزحه على الجنوب مع اوصرهم فلما بكلمه بقول لك كيلو البطاطا ب 20 شكل كيلو البندورة ب 15 شكل الخيار مش موجود او بكميات قليلة جدا الفلفل هذا الفلفل الحلو مش موجود تمام يعني في عنده فيه لا فيه فقد هناك لا كثير من القضروات وفي بعض القضروات مرتفعة كثمان لانه عليها طلب كبير وكمياتها قليلة انت تخيل انه احنا في شمال غزي انا عصادي الشخصي بتتحدث يعني من 25 عشرة تقريبا من نهاية شهر عشرة انا لا دوقت البندورة ولا دوقت الخيار لليوم ما فيه ما فيه ما فيش يعني بتاتة انت متخيل يعني البتنجان انا متخيل لانه الفصل كامل بين الشمال والجنوب فاحنا فعليا كاعدلين من نتعاطى مع قطعتين اليوم القطعة اللي في الخيار او توفر اخيار او بندورة في مناطق الجنوب بيعنيش هذا انه بالشمال وانت ساعتني افهم شغلة انه الفارق كمان انه المناطق الزراعية اللي موجودة في الشمال هي يعني حدودية ومن الصعب انك توصل توصل عليها خاصة مع التجديد اللي هنا ففعليا كمان فيه نقطة اساسية تفضل فيه نقطة اساسية فيما يتعلق بموضوع الزراعة بيتلاهية يعني كنت بحكي مرة مع مزارع فراولة بقول لي بيتلاهية بس فراولة ليش بقول لي طيب ليش بقول لي الارض خلصي هي طبيعة الارض يقول لك يا عمي تحاولش تزرع من حاجة تانية لانه مش هتظبط او مش هتطلع زاكي هو يعني يعني يكا نحكيها بالعامية وبالنقطة انا ارضي بس مخصصة للفراولة وفعلا يعني كانت فراولة بتلاهي بتلف العالم كله انا بتلاهي مش بعيدة عنا كتير يعني بتحدث انه خمس كيلو متر بس بينه وبينها فا اا اا يعني بتلاهي بس فراولة النتيجة تحدث عن بيت حنون تمام غير انه كان عندها زمان شجرة الحنون وتسمى اسمها اا زاتون وبرتقال خلص طبيعة الارض هيك بس المحررات اا كان ينزرع فيها خضرة لدرجة انه احنا وصل في اوقت من الاوقات في 2015-2016 ما بعد حرب 2014 بسنتين ثلاثة تقريبا اا اا انا اكتفاء ذاتي يعني احنا احنا اتنين وثلاثة مليون بنا ادم ما فيش عنا حاجة ما في عنا حاجة اننا نروح نستورد البندورة والبطاطا والخياط والبتنجان في درجة وين اكتفاء ذاتي متحدث احنا احمد بنفع نجرب نفحص اذا بزبط الفيديو فيش اشكالية انا فيش اشكالية تشوفه مناسب خليني نجرب تمام وعلى اغلب يعني بزبط فيديو الوطس ما ببقى لانه صراحة يعني قوامت انه 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 احكي معك صوت من غير من غير صورة بسدي اشوفك كمان حاضرتك من الضفة ممتاز انا اه من طول كرم انا من لهجتك قلت من مخيمات الضفة او من مناطق الضفة اعنى طول كرم اه انا 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 من من منطق من منطقة طول كرم بشكل اساسي طول كرم اه الاصل من من قرية باسمها كافين والاصل قبلها من باقة الغربية بس انا من طول كرم باقة الغربية بنسمع فيها كتير يعني كتير كتير بنسمع بالباقة الغربية بنسمع بالباقة الغربية كتير ونقول الشمس والأمور هذي لأنه في أحداث كثيرة بنسمع فيها هاي من ما بعد 7 أكتوبر طول كرم من بالخارطة يعني مناطق ساخن إحنا إحنا اللي بنقوله أحمد إنه هلأ مركزين كل التركيز في غزة بس إن شاء الله بس ترك الدنيا أو صير وقف إطلاق نار إن شاء الله عن قريب رح نشوف شكل آخر للضفة ما منعرفه ما قبل 7 أكتوبر بس صوت الإبادة وصوت الحرب فعليا يعني أعلى من أي إشي بس آه في ممارسات وسلوكيات يعني بس هيك إن شاء الله نتطمن على الأهل في غزة نتطمن عليكم وبعدين بنرجع مرة تانية نستغل الاتصال أحمد ونرجع مرة تانية نستكمل الحوار بمكان تاني كمان كل فكرة العجول واللحوم الجاج هذا كمان كلياته مثله مثل الضفة يعني حتى فعليا مسيطر عليه بالكامل الغريب كان لإلي أنه في غزة أشد أنا سمعت قصتين أنه خلال فترات هذه بدخل فعليا جاج على مناطق الجنوب ولكن بعض الشاحنات بتدخل فاسدة على سبيل المثال من مكان تاني كمان فكرة العجول اللي موجودة نفقت أو ماتت أو ماتت حتى وهي بتستنى فإنت فعليا يعني إذا بدنا ننطلق من محل أنه مثلها مثل القمح كل فكرة اللحوم في غزة أنه إنت حتى لو بدك تربي وتعتمد على حالك من الصعب من المستحيل بهذا السياق وبنفس الوقت فعليا أن اليوم الأمور اللي قاعدة بتحاول أو بتدخل مع العقبات الكثيرة اللي موجودة كمان بتخليكاش حتى أنه تصد رمقك هذا مرة ثانية في الجنوب مش على الشمال عم نحكي صح؟ فيما يتعلق بالثروة الحيوانية يعني خلينينا بس نتصل فيها لو عن ما العجول والمواشي بتتم استيرادها من الخارج فقط يعني ممكن اللي هو النظام بصير أنه أنا بستوردها بسن معين صغير بربيها أقول سنة سنتين أو أشهر ما بعد كابل فترة ومن ثم بتتم اللي هو تنزيله على السوق للبيان الدواجن موضوع مختلف بتتم اللي هو إدخال البيض طعا الدواجن وبتم في قطاع غزة هاي كميات بتتم إدخال البيض من أوكرانيا كان يتم إدخال كميات كبيرة لقطاع غزة من إسرائيل نفسها وحتى صلي كانت يتحكم في الكميات اللي بتدخل لقطاع غزة من البيض يعني كانت حاجة غزة كنت يعني عملت تحقيق في هذا الموضوع في وقت سابق تحقيق صحفي كانت حاجة غزة من البيض متحدث عن ثلاثة مليون بيضة لحتى هذا البيض يصير متحدث شهريا نحن ثلاثة مليون بيضة لحتى هذا البيض يصير دواجن والثلاثة مليون مشكلة هين هيزبطن طبعا زي ما انت عارف انه فيه نافق هيكون فيه نطوق لبعض الدواجن وما شابه وغيره يعني لا حتى ينزل للسوق اثنين مليون في رمضان اللي حيدي بتزيد اكثر الاحتلال كان مش دائما يسمح في هذه الكمية في مدرجة ويب حتى في الهيام العادية ما يدخل لك اللي بيدك اياه واوقات كان يعمل على سياسة الاغراق في السوق كنا نعاني منها بشكل كبير نيجي يعني يجيك تاجر دواجن لقيه بيصوت وما لك سعر كيلو الدواجن صارت خمسة خمسة شيكل وفعليا بالمتوسط نقول تلات عشر بعتاشر شيكل نبحث بنلاقي انه فيه سياسة اغراق طب كيف صار كابل سياسة الاغراق من وين اجت الكميات الاضافية للدواجن انت ما بتعرف بتلاقي انه الاحتلال المرق كمان اثنين مليون بيضة او تلاتة مليون بيضة زيادة للمواطنين بطرق معيدا عن عن مراقبة وزارة الزراق ووزارة الاقتصاد وفجأة صار عندك بدلا ما يكون اثنين ونص على سبيل مثال مليون دجاجة في السوق للبيع للأكل صاروا خمسة مليون وستة مليون وبالتالي زاد عندك المعروض فالاسعار انخفضت بشكل كبير جدا وهذا الشيء ادى صراحة الى انه كثير تجار يعني يعلنوا اكلاسهم ويخرجوا من السوق بسبب هذه السياسة سياسة الاقتراق اللي كان الاحتلال بنتاجها بشكل كبير جدا وكنا نعاني منها خصوصا في موضوع الدواجن صراحة يعني انت تعرف شو قاعد وانت قاعد بتحكي انه كل حتى فرص التفكير بموضوع كل الثروة الغذائية او كل فكرة الامنة الغذائية في غزة يعني الاكل الشرب الطحين اللحوم مثلها مثل الماء انه في حنا فيه بتتسكر بلحظة وخلص يعني وانت مش مهيئ حالك لليوم اللي بعده وانت حتى لو هيئت حالك لليوم اللي بعده وانت ما بتقدر تعرف جزء من المشهد الناس بتنسى او احنا بننسى كلنا حتى عشان هيك بحاول انعش ذاكرتي معك انه احنا كيف كنا عايشين ما قبل ما قبل 7 اكتوبر انه حتى هلا في مناطق طول كرم انه اهلي فعليا بحكولي انه طلعوا على الجبل مقابلنا ضربوا خط الماء ضربوا خط الماء انقطعت الماء اذا فعليا صار فيه اشتياح قطعوا خط الماء انت بتقعد يومين وثلاثة من غير ماء الا اذا احنا عنا في الضار ابوي فلاح قديم فعمل بير فانت بصير تتطلع انه المنطق تبع حياتنا كل ياتها تحت الاحتلال احمد مثله بقائم على حنفية اكل شرب بحياة بالكامل في حنفية بايد الاحتلال حنفية واجتنا بده بفتحها واجتنا بده بفتحها بزيادرة حتى يغارجك واجتنا بده بسكرها بشكل كامل كامل لانه يعني هو اللي بيملك القرار على المعابر وهذا النقطة الاساسية كنا حتى في مقابلات الاقتصادية يتحدث انه يعني يعني مثلا الصحفي في المقابلات انه لو بنلخص اساس المشكلة في فلوس ولا مشكلة انه انا ما عندي قرار على معبري ايش اللي دخلوا ايش اللي خرجوا ايش الكميات اللي انا اقدر ادخلها لسكان القطاع حتى فيما يتعلق بعيدا عن المواد الغذائية يعني فيه مجمل البضائع انه عدم التحكم في المعابر هي النقطة يعني الاساسية للمشكلة طب احمد بدي استغل الوقت اللي باقي معنا بقصة الشخصية بالاكل والشرب من 7 اكتوبر وجر وما علش السؤال بجوزي كوني تقيل بس بدي بدي اتدرج فيه وزي ما كنا نحكي انا وياك انه احيانا الاعلان بعمل دور سلبي بنقلش الاشي بالكامل حتى لقيلي انا فعليا يعني انا بعتبر حالي متابع المجرد النقاش معك خلاني الغي فرص الحديث على انه فيه اشي ممكن كان يتحضر له كتير بشكل افضل يعني انت ممكن فعليا كان ممكن تزيد شهر بالقمح والطحين بس انت كنت رح توصل لهذا المستوى انت فعليا حتى لو زارع بدل الفراولة بندورة والخيار وغيرها ما كنتش رح تعرف توصل لمناطق البندورة والخيار ففيه اشي بالمشهد فعليا كنا محتاجين نفككه وبدي اسمع تجربتك انت بهذا القصة مبارح قلت لي اكلت خبازة يا اكلت بالمعلقة الخبازة بس والله ما عجبتنيش بتاتا بس جيت على حالة حتى الحين باجي عند رأخوي تحكيلي شوف شجرة اسمها الحميد انا مش عاد ممكن بما انه والدك ربنا يعطيه الصحة بما انه مزارع فممكن تسأله عن هذا الحميد زاكي طبعا زاكي فهم مش بتقابلين يعني في نابنه بنكلوش عنا هنا بس يعني من ضمن او هم مش عاد يعملوه ممكن من ضمن الحاجات اللي بنخترح بنخترح حنيا لان الخبازة ايضا كمان عليها طلب كبير فالفرمبير راتيني فبقولوا لي انه هذا الفرمبير عطيف طعمه هيته ومشد للحسان فوالله لعمر يجدك صراحة هاي الشاحنة نعم فاااا يعني احنا قاعدين بس انت اصلا بتحبش الخبازة بالعادة لا انا بأكلها بس مش حتى اتخيلت ان اكلها بدون خبز ولمون وشوية فلفل تمام فانت بتتحدث انه اكلها بالمعلدة يعني مش عارف حسيت طعمها يعني مش مش متقبله وكمان صراحة يعني انا حتى الخبز الجمح هو جمح ما كنت احبه ااكله يعني خلص المعروف القبز الابيض كنت حاليا احنا بدحكي عن علف وشعير وامور غريبة حتى يعني لو متواجدة انا صراحة مش مش حقدر اتقبل اكلها يعني مش عارف يعني في حاجات انا اصلا مستغرب يعني كيف حتى الناس بس يمكن من الجوع ومن شيء من هذا الجانب يعني في حاجات غريبة يعني شعير وعلف وضره وحتى بقيله ريحة يعني صراحة يعني ايش اقول مقزز يعني بس 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 اشي لا يطاقي عن انه نفس البشرية توقل يعني في استغرب يعني بس احمد لما صار 7 اكتوبر انتو بتدار فعليا في ناس بتخزن بالعاد احتياط ليوم اسود طحيا كرتون تطحيا 20 كيلو 10 كيلو شوال جرتين غاز بطبيعة دار اهلك وطبيعة ثقافتكم كنتم خزنين ايش من قبل هو صراحة موضوع التخزين باعتمد على مدى قديش معك سيولي يعني انت بتحدث انه واحد متلي صار له شهر ساكن في الشبقة سكنية ومشطبها وما شابه فايش هنكون معه سيولي على سبيل المتال تمام هاي هو النقطة اه نقطة ثانية احنا كنا بنفكر انه خلص يعني الامور ماشي بشكل طبيعي وانا كان عندي على سبيل المتال كسينة طحين اثنين والسبب انه انا كنت مستلم كابونة الوكال انا بافل كابونة الوكال لانه انا لاجئ تمام فكنت ماخد اثنين كياس طحين وفي عندي كمان اثنين مدىهم لولدتي يعني خلص انا مش بحاجة لهم مش بديهم شوف لدرجة طوين والامور ماشي طبيعي والكسين هدول بكفلنا لشهرين وانا بدي اخزن كم شهر حتى لما بدت الحرب يعني فيه لزميل صديقه هو فبيحكي له انه انا ما عنديش طحين قديته واحد من الاثنين شوف تقول ليش تعمل انا كان بخيلتي انه هذا الكيس بكفين الشهر قول اسبوعين الحرب اسبوعين ثلاثة شهر هتخلص حتى لو مخلصتش الحرب فيه عندك كميات من الاطحين هتدخل تمام الحين لما اللي صار انه انقصت في البيت فراح لطحين مع الغاز الموجود فيه مع الكتير على الامور طيب تحت الغزم احنا مش قادرين نطولها فحتى الكميات يعني كنت مخزن يعني ما بديش اقول لك مخزن بس انا بجيب بحب اجيب حاجة الشهر من الشهر للشهر فانت بتحدث سبعة عشرة يعني انا كنت ثلاثة عشرة او اثنين عشرة مموعد الراتب كنت جايب حاجتي من العدس ومن السيرج ومن حتى يعني الامور اللي ها علاقة اقول لك حتى الخضرة ما تصموش كيف بس انا اجيبها لحشرة ايام لك انا انا لا اكلت جايب واوة بس صار قصب البيت يعني حتى هذا الشيء اللي فاصل معييا حتى لو انت عملت قصبك لك تخزن انا الصار لا يعني اظهل حتى كمان لو ما قصب البيت في كبين مناطق للقصنط الميهة نزه اظن ان يظهلوا ليش كبين فيه ولا يشيء المنابس اللي يقدر يلبسهم ولا يشيء كمكي سطحين ولا البضائع وكمان هو قلب فاخدهم بشكل تدريجي فاجئ انه الدبابات اتقدموا عن بيته لايك انا بحكي لك انه سبوع الهدنة فادنا في شكل كبير سبوع الهدنة دخل لنا كميات من الشاحنات اللي ما قدرش يصل بيته ووصلوا في سبوع الهدنة حتى لما في مناطق في الهدنة احنا ما قدرنا نصل لها لانه كان في دبابات متمركزة ما اتعرف انت ما نسحب الجيش في الهدنة بس لما نسحب الجيش من مناطق زي الثلس دعقاف غير شيخ وبوان المناطق الغربية زي البتلاء يبيت حنون هاد المناطق لما نسحب منها الجيش في ناس قدر اتصل لبيوتها وتجيب هاي البضائع هاد الشيء طول لامد انه يصيد حاجته وما يتصير المجاعة بشكل عاجل تحدث انت خمسة شهور حاليا تمام خمسة شهور القميات اللي دخلت قليل جدا لمدة تسبوع ولكن هدول الناس قدر يوصلوا بيوتهم بعد ما نسحب الجيش من شمال غزة وقدر انه يجيب هاد الكميات من الاف احمد تعرف الفارق هلا فيه كمان فارق بين ثلاث الناس اللي مع الاشارات الاولى بالشمال نزحت وطلعت لحالة طلعت بسياراتها فهدول فيه فارق يعني طلعوا بالعدس والرز والطحين او طلع باللاب توب وع سبيل المثال طلع ببنزين طلع بديزل طلع بكذا والجنوب اللي فعليا بلشت ضرب عنده بمرحلة متأخرة فاللي خزن في الجنوب كمان هذا جزء من حصن حظ يمكن الجنوب من مكان تاني انه كمان الناس اللي خزنة يعني طولت امد صمودها قداما طب انت انت يعني مرة تاني اذا بدي ارجع هيك اترك تحكي لنا من الداكرة تتسلسل بموضوع الاكل والشرب تحديدا ومن 7 اكتوبر رجل وبتوقع فيه اشي رح تحكي لنا اياه له علاقة كمان بالنزوح يعني من حركتك من بيت لبيت طوال الوقت عشان بس نمسك هيك تايم لاين مصار زمني بس نمسك معاك كنتبع فيه كل كل ملف الاكل والشرب لشخص محدد يعني يعني هو لما بدت الحرب احنا صراحة ما كناش نفكر في الاكل والشرب بداية يعني لما بدت الحرب 7 اكتوبر صفاحا انا ما خطر في بالي انه ييجي اليوم وانه اصل لهذا الحال انه ما في اكل اعتقد هذا الشيء كان من انه كل المواطنين يعني تفكر في هذا الحال وكان منشاغلين بالشو اللي بصير وشو اللي صار يعني بهذا الامور وبنتابع وصار فيه قصد في المنطقة الفلانية واستشهد اتنان لفلان واتصاوب فلان وهذا زميننا المصاوب بنا نروح نزوره فكان يعني حتى طبيعة العمل عملي كصحفي وكباحث انه اخدتنا الحياة يعني من ضمن العمل فما كناش نفكر في هذا الامور صراحة ثلاث اربع ايام على صعيد الشخصي ثلاث اربع ايام سكنت في الشقة السكنية اللي لسه انا بسكنها جديد فهاي الشقة يعني كانت بديش اقول لك منطقة حدودية بس مش منطقة في وسط الشمال غزة يعني بعيدة شوية العلاقة بمشروع بيتلاهي يعني بداية بلدة بيتلاهي في البداية عادي الناس بروحوا بيلي بس انا كنت خلص في داخل زوجتي واولادي وروح على بيت اهلي يعني كوانس في وسط المخيم لانه في قصف كثير انا صراحة ما بعرف من ساكن جديد حوالي صار فيه نظام انهم بهدموا البيوت فوق روز سكنيها وانا صحيح ما ليش يعني في اللخات هذا بس انا ما بعرف مين جاري ما بعرف مين اللي ساكن فوقي مين اللي ساكن تحت في العمارة السكنية لسه جديد فقلص سكرت بيتي وطلعت على بيت اهلي واخدت يعني على قد ملابس يعني حتى معي فلوسي ومش مش هتغلب في الاكل يعني السحنا في البدايات صراحة حتى في الاسواق ما شفنا انه في يوم وليل مع بداية الحرب انه صار فيه ارتفاع كبير في الاسعار لا الاسعار ارتفعت بشكل تدريجي وهذا يعني يحسب للاسواق ولا التجار ولحالة الضبط اللي موجودة في الاسواق انه الاسعار بدأت ترتفاع بشكل تدريجي يعني مش تقول والله بزلت الحرب اليوم الثاني يوم نزلنا في اسم الطحين هذا اللي كان حقبه ثلاثين شيخ لصالبتين شيخ لا بالعكس هذا الشيء ما شفناه وعش نحية الطبيعية حين بعد اقل من شهر القصف بيتي تمام فانا صرت احس يعني انه خلاص انا يعني بدون مأوى صح انا ببيت العائل بس بدون مأوى فصرت بدي اجيب اللي هو الموني قبل كنت اروح للبيت اجيب الكميات اللي انا بحتاجها او اهلي بحتاجوها شو بدي اقدر انقل لانقل او اشيل وخصوصا انا بنروح بمشي وبنيجي من هذا المنطقة لانه كان الحركة في السيارة خطر صراحة اه صلنا ننزل على السوق نشتري برضو كان في عندي مشكلة اساسية بتوجهني انا على سعيد الشخصي انه انا عندي حوالي وسترين يونيون مش عارف اجيبها انه انه انقطع الاتصال انقطع الانترنت محلات الحوالي المالية اغلقت ولا اليوم انا مش عارف اجيبها صراحة فاضطرقت انه انا استلف من افوي مبلغ واروح اهو انزل على السوق واشتري هاي البضائع ولكن هذا المبلغ اه يعني بدأ الارتفاع التدريجي حاليا في الاسعار صراحة ليش لانه طول امد الحرب طول وبدأنا نشوف انه مش بس ارتفاع في الاسعار انه فيه سلع كنا نشوفها انفقدت من السوق واولها الخضرة الخضرة يعني صراحة لانه المناطق الحدودية هي اللي بتعمل الخضرة بعد اسبوع او اسبوعين على احسن تقدير مفيش خضرة بتاتة في السوق لا خياط ولا بندورة ولا بتنجان ولا امور ثانية ظلت البطاطة وايش احكي لك يعني حتى البطاطة مش مش بطاطة يعني منظرها هي كصغيرة وبعدها مدفعة تتحدث عن الكيلوها 25 شكل يعني هي لا تصلح اصلا اعتقد هاد البطاطة كانوا يطعموا فيها رب نعزك للدواب يعني هي نعم البطاطة مش مخصص اصلا انا هيك مكرم في الحد وانشاءات فصالت هي الموجودة في السوق وبسعر مرتفع ما كناش قلقالين على موضوع الاطحين لحد يعني بتحدث انه منتصط نوفمبر حدا عايش ما فيشش عندنا قلق على موضوع الاطحين صار فيه تقدم افضل للذبابات والاليات والناس تشرد من بيوتها ومش موجود عندها الطحين صار في يعني حتى المساعدات كانت توزع في بعض العوقات سواء من المؤسسات اللي بتوزع من الناس اصحاب الخير توزع هذه المساعدات لدرجة انه صديقي بحكي لي شايفني احمد انا لحين معنديش اكل أو معنديش طحين هو بخير يعني وضعه المادي ممتاز بقول له اه بس انت يعني كيف معنكش اكل وابوك تاجر يعني ابو تاجر هو التاجر اللي ببيع على طحين وبيبيع الفريكا وبيبيع الامور هادي اللي لها علاقة بالبقليات وبالتخيل انه منا هذا ما ابو يعني ببيع هادى الامور بس ما عندي طحين هو تاجر تخيل تاجر لماذا؟ لأنه انقصف بيتهم بالكامل وأنا أزعم أنه قصف بيتهم تم بخمس طوابط سويت بالأرض فقط لأنه الحواصل عند أبوه موجود فيها طحين وفريكا والأكل على أطفال هذا السريلاك وما شابه فهو خسر الخمس طوابط فقط عشان هذا فبحكيه لو نقدر بس يا أحمد الحين نطلع حاجة من تحت الردم تبتخير طب الحين ابن أبو يطلع كيس لطحين قدش يقول طفل يعني شوف أنت صار يودي في سن ريوهات يرسم هذا الشاب سن ريوهات قدش بيبيع كيس لطحين طب بعود جزء من القصارة اللي خسرها في الخمس طوابط فقصف بيته بس لأنه في عنده في الحواصل مخزن للطحين واللهالو وحاليا هم يعني بيجرى زي زي أي واحد من المواطنيين هو وأبوه وكل عائلته أنه ما في عندهم أكل هو تاجر ومعروف يعني تاجر له اسمه في السوق في غزة يعني لو ذكرت فلان فلان في غزة الكل بعفو كتاجر فبدأنا من منتصف ديسمبر نحس أنه في اشي غلط على صحيح الأمن الغذائي يعني بداية ديسمبر منتصف ديسمبر يعني متحدث أنه في اشي غلط الأصناف بتنفقد وأصناف أساسية يعني سبيل المثال أنا بديت أعانف موضوع الحليب مع بنتي عندي طفلت عمرها سنة ونص وبدأت أعانف موضوع الحليب كان عندي كان بكيت حليب في الشقة السكنية جبت واحد أو اثنين فظل للباقي راح في الردم رحت أشترى حليب استغربت أنه كاملة العلبة حليفها 20 شكل صارت 60 شكل تقريباً يعني موجودة بس مرتفعة الثمن فصرت أقول طب أنا قادر أجيبه فلان اللي فلان عنده بنت كيف هذا بدي يجيبه من أصدقاء اللي ما عندهش عمل طب فلان اللي فلان هذا كيف يعني أنا صرت هذه السنديرات أبصمها بينه وبين نفسي في الحليب صرنا نعاني في البداية لحتى الآن يعني بتتحدث أنه لشهر ديسمبر موجود اللطحين بس صار مرتفعة الثمن يعني أنا الكيس بالتلاتين شكل واحد من إخواتي بدي ينزح على الجنوب فهو وضع المادة صعب شو راح أعمل راح باع ثلاثة كياس سطحين شوف لدرجة الكيس باربعين شكل آه باربعين شكل هذا الكنان بتحدث أنت في آخر شهر عشرة أو أول 11 لما كان في قرى الممر الآمن الكيس باربعين شكل يعني ثلاثة كياس 120 شكل لحتى يضل معه فلوس لما أن يطلع على الجنوب لأنه هو وضع المادة الصعب تخيل أن أخوي الثاني الموجود حاليا عندنا اضطر أنه يدفع حق هذا الكيس باربعين شكل أربعمائة شكل ولما نباع نياب تلاتين وتسعين الراجل هو هيك رعانة شوف لدرجة وين؟ تلاتين وتسعين شكل لحق كيس لطحين اللي قابل شهر شهر ونص أخوي الثاني باعه باربعين شكل القلق زاد عنا في نص 12 ليش؟ لأنه صار في قصف للمخبز وانتي مخبز ببتاح يتم قصفه حتى لو المواطنين بداخله وفي عندنا قصف يعني المخبز كان قريب مننا بشكل كبير جدا تتحدث أنه مخيم جبالية في حوالي 12 مخبز سبعة منهم انقصفوا والباقيين فهموا القصة تسكروا لأنه عارف حاله أنه إذا فاته تظلوا فاته حينقصف تسكر خلاص وفهم القصة قالك ليش أنا ينقصف المخزن أو المصنع أو المخبز والبيت الفقيم هو كمان مش بقصف المخبز وبنزل العمارة كلها لأسف فصار في قصف للمخابز أيضا في حاجات يعني أنا ببديش أتحدث أنه كانت يعني عامة بس صار في عندنا حاجات أنه بعض المواطنيين خصوصا للنازحين يفوتوا على هذا المخبز يأخذوا الأطحين هذا الأشياء ما كناش نشوفه قامل هيك نسميها سرقة نسميها حاجة مواطنين هذا الشيء يعني أنا كنت مارقه وقدامه صار ورغم أنا كنت حاجة في الأطحين أنا ما فتت أخذ بس يعني شفت الناس كيف بأخذوا هذا الأطحين وبطلعوا بدون ما يدفعوا للراجل حق هذا الأطحين أو حتى الراجل يكون موجود هم يفتحوا الباب يكسر الباب ويدخله فبدأت أحس أنه فعلا نحن بلتين عمجاعة هذا الكلام تحدث من منتصف ديسمبر أو مع نهاية العام أنه في بعض المناطق حتى المنطقة في مخزن من المقازن هذه المنطقة جاي مساعدات للناس اللي نهدت بيوتها وأنا واحد من الناس اللي سأقول لي أني أقول لك مساعدة قلت لهم يخلف عليكم ما وصلتني شيء صراحة ليش؟ لأنه فجأنا أنه في وقت من الأوقات تم فتح هذا الباب ونهب الموجود فيه الثاني يوم بتفاجأ أنهم سرق لكل غراضهم وكميات كبيرة فيها بعض الحاجات الخارجية عن العادة وعن المقلوب أنه نلاقي هذه البضائع مش فرحة للأكل راحة للبيع في السوق كيف؟ مين اللي سرقها ومين اللي باها ما بتعرض؟ يعني هي مش مش إش عام هذا بس كنا نشوف هذه الحالات للأسف يعني كنا نشوفها في السوق مع بداية العام يعني هو الدبابات دخل المخيم جبالي هنما أوصل لكل المخيم بس دخل الأطراف المخيم تقريبا في عشرين وعشرين 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 هذه اللحظة إحنا تحصرنا جوه البيت بمعنى تحصرنا يعني أنه ما بنقدر نتحرك من البيت صحيح ما فيه دبابات على الشارع بس أنه اللي بده يطلع بره البيت ممكن يكواد كابتر التوق عليه ممكن يتم قصفه ممكن قضيه في جيش ضي ما شابه حصرنا في البيت تقريبا أسبوعين فذول أسبوعين اللي حسن حظنا أنه كان في عندنا دكانة بتبيع حاجيات عقبال البيت بس ممرك هذا الدكان اللي في عشر مرات إيش نشتر إيش نشتر مش لقين نلاقي حلو مصاص للأطفال فقط حاجات بسيطة البسكوت مش موجود بكاتا حاجات كثير نلاقيها مفقودة من السوق صلنا نجيب حاجات إحنا في حياتنا ما فكرنا نشتريها وبسعر مرتفع جدا بس خلص أنت في حصار دبابات قريبة منك ممكن في أي لحظة الدبابة تتقدم تيجي على الشارع العام اللي موجود فيه البيت اللي انت ما تورد فيه وتضلك جوا البيت فحاولنا نأمن موضوع المي إحنا عنينا منه يعني إنه المي الحلو إحنا قاعدنا تقريبا لأسبوعين نشرب المي تاعت الخنفية ما نشرب المي تاعت المفلطرة اللي بنشتريها من الشاحنات عنينا منه وتأقلمنا صراحة عليها موضوع المي حتى المي للاستخدام الآدم والاستحمام وما شابه كنا ننقلها في المسافات بعيدة وفي وقت الحصار هذا احنا علينا بس يمكن في البيت اللي في عنا كان خزانين واحنا مليناهم قبل هذا الشيء هذا الشيء يساعدنا تساعدنا بشكل كبير بس في ناس انقطعوا من المي وانقطعوا بهدر بهدر بمعنى كلمة مع بداية العام بدنا نتحس في المجاعة قبل ما نصل لبداية العام كان في عنا في أول ريسمبر أعتقد أو نهاية نوفمبر اللي هو أسبوع الهدنة هذا أسبوع الهدنة احنا عشنا صراحة كنا يعني أنا صراحة واحد من الناس انا وعيدته كنا من عده يعني في رفاهية كبيرة جدا مع انه ما عملناش اشيء بس كان كل شيء متوفر يعني احنا انقطعنا شهر عشرة واحد عش تخلنا في الأسبوع الهدنة شفنا في حاجات تجينا من الجنوب ومن الخارج ما كانتش موجودة قبل صحيح سعرها مرتفع بس موجودة بدت انقطعت من السوق سبعين ثلاث موجودة فالأسبوع الهدنة كان صراحة يعني نعم من غبنا انه أجرب مع بداية العام احنا بدانا نحس في الامور الصيحة يمكن مش عارف انا ازا وجه ببير عليه ومشيلا هيك حتى انا حلاجة نجلي انت قداش ضعفان احمد والله ضعفان كتير انا مش انا مش ناصح بالعادة يعني ضعيف بس برضو ضعفان والله يعني ما تخب عليك على البنطلون شوي وسع البطن لا انا في العادة مش ناصح انا باجري مسافات يعني زي ما حكيت لك مش ناصح بس في كتير ناس يعني اقول لك ما في حدا مضعفش استحالة تلاقي شخص مضعفش فيش مجال والله صاحبي معرفته صاحبي اقرب الناس الي غاد عني تمت الشهور لما اجه هذا كان يقول لي نفس اجري زيك وما عندوش يعني هاللاياقك مجراي ودائما يحاول يجري طبس انت بليش بتسرع خليك والله لما شفته انا معرفته بقول لك ميش اللي صاحب لك وجه مطبق وصار اضعف مني بعد وكان مليان هيك بقول يا احمد ايش انت متخيل ما فيش اكروف الشرب فما فيش مجال انك تشوف هذا ما ضعفش او اعملت ضايت الطبيعي منسميح لي ان هذا ضايت طبيعي او ضايت غصب العنم مع بداية العام بدين احنا نحس في الوشخ الاساسي بدين نشوف انه حتى الناس صارت تتجاتل على الاكل يعني انا هادى النقطة صراحة اللي بتحكيها مش حابب انها تنتشير بس عساس انك تشوف لان احنا وصلنا احنا وصل حل اللي عندنا في البيت ان نجسم الخبز شوف رو درجة وين انا في حياتي ما اتخيلت انه اصل لدرجة انه والله خبزنا اليوم ع سبيل المثال ويريته خبز يعني طحين لا خبز اللي هو اللي علف الدور خبزنا عشين رغيفة انتي اقول له زوجتي خي ست سبع تروف هادول اليك هادول مرت اخوية هادول هات يعني وصل فينا الحل لهادى الدرجة تتخيل يعني بحياتنا ما ما فكرنا انه احنا نعمل العرب عربين او لكسم الحصص او ما شابه العكس يعني احنا انا يعني طبيت في بيها انه كل شي متواجد نفتح التلاجة كل شي موجود اللي فلوس معنا حتى ما قابل ما انا اشتغل او اتوظف يعني ابوي ما كان حرمنا من شيء هاي المصاري عباش بيتكو ايش ناقسكو بس وصلنا لوضع انه لا الوضع اختلف نهائيا لانه ما فيش اه اللي واحد من اخوه من اخوتي هو ايضا الصحفي هو صراحة ان اه وظيفته كان في الحرب بس يعني يلف الاسواق يشوف ايش انواع الجمح والعلف والدرى صار عنده خبرة كبيرة جدا فيها اتنا تخيل كله جايبيننا نوع وصن خدوا جربوه عقد كيلو او هيك نصف كيلو خدوا جربوه زوجته زوجتي روحه يعني وطبعا ما في غاز غاز ما فيش يعني انت لو حاليا اشان بتريحي هتلاقيها كلها دخل انا جايبين عند الخشف والامور هاده والقاعدات وصرت خبرة صراحة في حولية النار اه خدوا جربوا هادا النوع من من الضحين تلاقي ايش رايك سوف انت لدرجة وين دوق والله في مرارة والله اللي جبته اخر مرة افضل من هاد لا وهذا يقول يعني سلنا نبدي رأينا لا اللي جبته المرة الجاية اللي حتجيبه المرة الجاية يعني ممكن يكون افضل تشوف واحد غيره هاده ما ترجع لهش بتاتا هاده غشنة لانه طعمه بالمرة مش نافع من هالكلام وتبتحدسش عن ضحين بتحدس عن ضرع مع شعير مع كسبق مع قرطن هاده اكل الارنك والعصفية والعصفية عليها الحين وصلنا لطريقة هاده الطريقة يعني بحكي لك اياها من قبل اسبوع فأخوي هاده بيهتم في كثير في هاده المجلة قال اعملوا اللطحين زي الكريب او زي القطايف لانه بنشخ هاده الخبز بنشخ يعني سرعا ما بترفع عن النار اللي حطته تلكتين بصير زي الحطط حطوا شوي اتنشة مش عارفاش فعور جابلنا طريقة حاليا انه قط القلاة يشوف انت درجة وين حصلنا خبرة في اي مجال يعني الواحد ساب موضوعه وعمله وصحقه وشغله في الصحابة صار بس يجري انه ايش بده يؤمن اكله نحط القلاة على الحطط والخلطة لما تخط عليها مية حط عليها مية كثير زي القطايف وزي الكريب وهذا الخلطة اللي بتعملها ديرها دير بلوق هاده اللي في الموضوع اللي هو في القلاة وبعدها اقلبه هذا الصراحة يعني لقناها طريقة افضل من اللي قبل لانه ما بحطه بالخبز بس برضو متففت وفي مشاكل يعني عكل حال احنا بنصرنا نجرب طرق وحاجات وصرنا خبرة في جميع انواع الاعلاف والدرة وهذا اللي دير بايلك هذا اللي دورة بيعمل نفقة هذا ممكن يدل معك مغص هذا الاشي ما بيضبطش معه النشا النشا بس مع الجمع فصلنا نسمع حاجات غريبة يعني هذه الحاجات احنا في حياتنا حتى بسنوات الحصار ممرناش فيها ولا فكرنا في يوم الايام ان احنا نمر ونصل فينا الحالة يوم الايام ان احنا نوزع الخبز على الاطفال او على الحصص لانه ما فيه اش موجود موضوع الحليب صراحة لانه انا عند طفلة بعاني فيه من ثلاثة اسابيع ولا اخفي عليك انه وصلت لدرجة انه انا اه بنام وبفكر انه كيف بده اجيب حليب لبنتي بنتي انقطعت ثلاثة ايام من الحليب وما كانت تنام الليل ومعاين فلوس بس مش قادر اجيب ومرضة بيقول لي دبرني انا كيف اتقبرت يا شعني اخد المصار والحجيب ما فيش تخيل يعني سبحان الله ربنا ما بك طح حدا اخو زوجتي موجود حاليا في دير البنح فهو صراحة من شهرين انقطعت في الاخبار ما فيش معه اتصال ما فيش مش شاحن جواله انقطعت في الاخبار فجأة لا هو الجوال بدل راحت الاصصالات يعني بس على الوريدو جوال ما فيش في اتصالات بعرفش اذا هو انقطعت في الصلاة ولا احنا ما كان اين اتصالات فجأة لا هو ال جوال البريد مش فجأة لحقة الان مرة هذا اخوك المحمود هؤل கSchبارك احبارك اقمنه عنك ان شاء الله بخير اللي هو بقول له كيف والله بقول له والله الوضع سيء يعني لا 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 نسمعوا من هاي القلامة. اللي اقول لي احمد المفتاح الشكتي مع امي اللي حماتي. روح في الخزانة في هيك 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 هيك. تخيلوا ان انا لقيت مكتين حليل للبنت. للطفلة. لقيت حمص. لقيت شوية عدس. لقيت جنيتين سيرج. هذا الكلام قبل اسبوع. انت مش بتخيل يعني بعيدا عن الموضوع الحمص والهذا اللي يعني كنا. هذا الحمص صراحة ان كان اتنين كيلو. بس احنا طور غدا عشع منا بليلة. وكاننا فلافل جراس. قرطنا فلافل وكاننا. فكان هادول يومين يعني بالنسبة عيد للأولاد ولله. بس باكتين الحليب هادول اللي انا لقيتهم كانوا زي كنز. الله العظيم يعني ايش احكي لك. كنز يعني ربنا ما وقته حدا هو لحال شوف كيف اتصل وكيف الكلام جاب بعضه. موضوع الاكل. وقال فيه حليب. طلعت عملكة الحليب لقيت تاريخه بشهر خمسة يعني كمان شهرين ثلاثة. كمان شهرين ثلاثة. والله تتخيل انه حتى لو كان مخلص ونحديل البنت. في درجة وين. مع انه في حياتي ما وصلت حاجة تاريخ منتي خصوصا للاطفال. فلاقيت انه تاريخه ممتاز الحليب وممتاز ومية المية. وصرت صارت تعمل البنت حليب وتردحها. ومشاء الله صارت تنام البنت. تخيل انه زوجتي فطمت البنتي بشهر تمانين. قبل الحرب بشهرين. صارت تقول انا يعني متندم ان انا فطمتها. لانه ما في حليب. ما في حليب. ما في حليب. بس على كل حال يعني قلت لها حتى لو ما فطرت بيها. كتير من النسوان حليب مجا. يعني سوء تغريب. صراحة لهادي كمان مشكلة اساسية. واحنا في المرصد رصدنا هاده النقطة. انه في كتير نساء مرضعات. ما في حليب. لانه ما في سوء تغريب. وما فيه اكيد. وهذه كانت كمان نقطة. يعني فطام. فطام غصب العن للبناءات زي ما بتحدث. شوف انت كيف. كانت نقطة يعني كمان متعبة. وكتير شفنا حالات في المآوي وفي المآوي ومماكن النزوح. انه المرضعات بطل يعني في حليب لانه في سوء تغريب. من من بداية يناير او من عشرة يناير قول تقريبا. لحد اليوم احنا بنعيش مجاعة قطيلة. انا حسائق الشخصي. انا احمد ابو قمر اللي بتحدث انه انا عندي ذاكي الشخصي اللي انا عندي اللي قدر اعيش بيتي. بنعيش مجاعة قطيل. انا صراحة من ثلاث ايام ما ما دوقت الاكل بتحدث عن حاجات ايش باكل يعني لما رجلت في السوق لقيت سمسمية. اعرف السمسمية لهذا الحلوة الحلاوة. وقالي ومرتفعت الثمن فجبتت خمسة الشكل سمسمية. لكن احد Skills بيعمل مهلبية بتاع هذه هذي. فجبت بعشر الشيكل المهلبية. آآآة ع بقني بالمعلقة. آآآ يعني بتحدث انه هيك حاجات يعني يعني صار الاكل خلص ما 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 بطن نتفكر فيه يعني ع سعيد الكبار. الصغار اول سؤال باخوت ع البيت مسلا انبطع حالي Messi五ا faiso ارجع على البيت. اول سؤال بسأل له زوجتي. شو طعميته لهنا? كيف بتطريبه? انت مش بتخيل انه لما تقول له طعميته هكا وهيكا والحمد الله وشبعوا واكلوا قديش انا بكون مبسوط مبسوط جدا. تمام? ولو قالت لانه ما في اكل انا واحد من الناس بحس حالي عاجز. عاجز لانه كيف بدي ادبرهم. فصلنا في صراع مع لقمة العيش. هذا الشي احنا كنا نسمعه بشكل كبير جدا في الايام الماضية. انه بحط صراع مع لقمة بس لا احنا صرنا بنعيشه حقيقة. اوقات هيك المسأل بقول الحمد الله انا قدرت اليوم ادبر بيتي بقرأ شو حعمل. ومن ناحية الثاني بقول قدر جراننا مع لهم دخل. وهدول كنت انا اجيب لهم مساعدة من الفلان لفلان. حاليا الفلان لفلان في الجنوب او مش قادر يساعد او الوضع عنده سيء. كيف انا بدي كيف هذا عايش كيف? فالثاني يوم بتلاقييني بعمل زي جاس نبض. بس بتلاقي الناس عم عزف نفسهم مرات ما بتسمحوا لهم يفكوا. ممكن هذه الحاجات اللي انا بحكيها كمان. ما بحكوها. صار حال الناس كلها واحد. كل واحد صار ينشغل بحاله ممكن. ففيها حاجات كثير غريبة. بس برضو بنرجع و بنفكر انه في ناس كثير هي ما قبل الفرن كانتش مقامنة حالها. يعني مش مقامنة حالها بموضوع الخبز. لا مقامنة حالها من ناحية الحاجيات الاساسية زي ما حدثت لك في البداية. فهي صراحة كيف عايشة? كيف? هذا السؤال الكل يوم احنا بنسأل حالنا فيه الف مرة. واللي صراحة انا خايف ألاقي له جوان. والله يعني خايف انا اروح لفنان لفناني ادخل بيته الاقيه ببوكل مش عارف ايش او محتم ببوكل ايش يعني. بس انا اللي متوقع انه في عنده مصيبة هذا البيت. من ناحية الاكل. كيف ما بعرف كيف بدأ بالأمور. يعني كمان انا قيل نقطة اساسية فدتني لان انا ما قدرت احصل على الحوالة المالية. اني استلفت من اخوي. الاخوة اتنين في تركيا. بعتوا لنا يعني احوالي اه انا كانت احوالتي عن طريق العمل في منصة الحفظتي الوسترينيونيون. ما في طريقة ثانية. فانا اتحدثت حتى مع مسؤولي في العمل انا ما قدرت اصحابها قال لي في اي وقت في بعد تشهر وترجع على حالها بالاحوالي. في اي وقت احنا بنرد لك اياها. وقت ايش بيصير عندك وسترينيونيون. طب منك. بس اخوية قدر يوصل لنا فلوس ايد بايد يعني عن طريق مكتب اتصالات. روح لفلان الفلاني. بعطيك حوالتك من الفلوس. وباخده عمول عادي صراحة. انتمان. فلما الاخوي هذا قدر يبعث لنا الفلوس. انا قدرنا ندبر امورنا في وضوع الفلوس. بس في ناس تانيين ما لهم مقتربين برا. ما عندهم عمل. فهذا كيف بدي يروح يشتري. يعني انا بفوت فاسأل عن هذه البطاطاة اللي مش نافعة. فواحد بيقول لي والله هذي كنا نطعميها العجوب. واحد ما بيشتغل في المواشب. قالوا والله كنا نطعميها للعجوب. بطلع بيقول لي خمس عشرين شيكل. فانا بستغرب كيف الناس تجد تشتريها اصلا. يعني انا بعد حالة من طبقة متوسطة بالنسبة للناس مش فوق بيها ولا حك. بس هذي الناس من الخمس عشرين شيكل هذي لما كانت وهي سليمة مش هذي البطاطا كانت بتلاتي شيكل الكيلو كانت الناس ما تجدرش تشتريها. هيا احنا بنتحدث عن موضوع المجاعة. انه قبل يعني كان يعني كان فيه طحين بس لما نقول لي والله حضرة البندورة اثنين كيلو بخمسين او ثلاثة كيلو بمية. لس ما تقدرش تشتريها. هذي الحصار اللي كنا نعيشه. حاليا الحصار انه مش موجود. ولو موجود سعره خرافي. يعني بالنسبة لقبل. هاي المفارقة اللي ما بين قبل سبعة اكتوبر في الحصار واللي حاليا بتعيشه. قبل سبعة اكتوبر متحدث انه السعر يكون بالنسبة لي انا متوسط. لهو رخيص ولهو غالي. بالنسبة لغير السعر مرتفع جدا. لانه ما عنده داخل ما عنده شكل. ما عنده اثنين. فلما يجيوا لك البندورة والله صارت بدل الكيلو بثلاثة صارت الكيلو بخمسة. فهذا مشكلة كبيرة بالنسبة للناس. مشكلة كبيرة. يمكن في المناطق الثانية لو صار الاتفاع على بعض السلع في المناطق الثانية غير غزة. ما ما يحسوش. بس احنا كل شكل اللي وقيمته. انت مش بتخيل انه. انه النص شكل. النص شكل. تعرفوا النص شكل طبعا بما انك فلسطين. النص شكل اللي وقيمته شكل كبير جدا عند الناس. يعني حين لو لقيت الطفل في الشارع وادته النص شكل هذا. مش تخيل قديش هيطير من الفرح. بس للأسف العملة اتاكلت قمتها. والسيولة بطلت مع الارتفاع الاسعر. يعني تحدث انه حاليا كل يوم قبل يا كان في المتوسط اصرف ما قبل سبعة كتوبة كنت في المتوسط اصرف في اليوم ميت شيكل. واحس حال اني يعني بالمتوسط لا لا تقول بدا روح مطعم ولا غيره يعني الحاجات الاساسية عقد مصروف لبيت. بس الحاجة اليوم طبخة اليوم ميت شيكل في المتوسط. حاليا بتحدث انه كل يوم بدك مية دولار. في الوضع الطبيعي. مية دولار كل يوم. ليش? لانه الحاجة قفزت اه اربع خمس ستة ضعاف. اقل شيء. وبعد ما تصرف المية دولار في اليوم. بتيجي بتطلع انت مش مشتري حاجة. يعني فعليا انت ما جيبتش اشي العباقة بطبخة او خبز او مشابه. لا حاجات يعني يعني مكملات. زي نوع من الحلويات الموجود جليل الاطفال سمسمية حدال زي هيك. بس طراشي موجود في السوق طرشة الاخيار ومشابه المخللات. هذه المفارقة وكثير بنفكر في هذه الامور. واحنا صراحة يعني خايفين من اللي جاي اكتر. انه بصرنا نتبع موضوع الهدنة. وموضوع انه في حل قبل رمضان ولا لا. وموضوع رمضان هذا بحث ذاته يعني مخيفي بشكل كبير جدا. نتخيل انه مرت عمي يمكن فوق سبعين سنة عمرها. ما ليدرتش تطلع مع اهلها مع اهلها على الجنوب. مع اخوات ولادها على الجنوب. وولاد ولادها. حكم سنة. لانه كان فيه مشي مسافات كبيرة. على الممر الآمن. فقلنا لها تعالي عنا يا مرت عمي ليش تروح انتي وانتي زلك يعني 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 ليش خايت يعني. ففعلا هي اجت عنا وقاعدة عنا مرت عمي. فوق السبعين سنة المرة عجوز. بتخيل انها الحين بتخط براس الجرهان انه من هين لعشر ايام اتفقوا اتفقوا ما اتفقواش احنا بنا نعمل مظاهرة ونطلع على ايرز. شوف انت كيف وبتحكم بكل قوة بكامل قوة العقلية يعني وبدو يا عجي واحدة الله طخ حامي يعني زي ما بقولوها. وما فيش اليهود ما بسألوش. هاي يوم على دور النابولسي على البحر. وعلى دور الكويت بخصف الشاحنات. خمستاشر شهير. انا بن عمي بن عمي لزم. استشهد هو رايح يجيب كسر طحين لما انقصفوهم قبل اسبوع. وبالتالي الطخ حامي. بتقول انا ما ضلش في العمر قد ما مضى. انا اموت من الجوع. لا اموت بكرامتي. شوف انت الضرجة وين صارت هالمرة العجوز. تحكي وتحفز الناس انو احنا من هل عشر تايام ما قبل رمضان. ما صارش حالنا نطالع على ايرز. في كتير امور يعني احنا خايفين منها. اه رمضان مش عارفين كيف هنقضي. وان شاء الله ما بنصل لرمضان هذه الحالة يعني. لانو احنا كان عندنا طقوس خاصة في رمضان. موضوع الاكل. موضوع اول يوم لازم نوكل ملقية. طبعا مش هنوكل ملقية لانو حتى لو خلصت الحرب. ما في ملقية. الدواجن هادي لو بدك تربيها بدها 40 يوم. ما في دواجن. وهذه السلعة اساسية للناس في رمضان. لانو حتى الفقرة اللي ما بدوه الدواجن طول السنة. هم بيستنوا رمضان استني. وفعلا في ناس ما طول السنة ما بيوكلوا اللحوم. اي الحصار اللي متحدث عنه ما قبل سبعة اكتبا. وانو في ناس ما بيقدر يشتروا اللحوم او الدواجن طول السنة. فبستنوا رمضان. رمضان فيه تكية. فيه مساعدات بشكل كبير. الخير كبير. يعني بتمنى ان شاء الله عن قريب نجتمع. لانو الحكي على غزة بالاكل عادة كان بكون بالفت الغزوية بالرز. الفت اكثر ولا الرز اكثر. قبل من انهي هذا قيس. هذا معي يعني اصر ويجي معي مع انه المشوار بعيد ماشي. هذا قيس بصف ثالث. ها جاي على امه هنا. قيس انا حتى الان انا طلعت انا وياه مش مش مختارين. فاديته هادو الخبز حتى الصغيرة ما عجبتوش. تمام. ايش اكلت ايش اللي ما اجيتها برامه. مرشي. تستر. تستر. ما بقول له كانت تستر. ايه ما كنت صحي كستر يا عالم الصنات. حتى صراحة لأول مرة. ليش ما عجبتكاش? الخبز صراحة انا لأول مرة. هذا ابن الليلة بقول لي انا جاعنا يا بابا. فقلت له نام يا بابا والصبح ان شاء الله بنوقع. فعلا نام وهو جعل. اروح بالنفس يعني بعد نفسي انه يمكن كنت اقول انه الحاجة اللي اخرتني اني انا اشتر هاي الشغل اللي راحت انه انا مصريف كثيرة ومش حرمة اطقوه هذا الشيء. وبصرف كثير. يعني كانوا يقولوا انت تصرف كثير. وفعلا هيك. ليش لانه كنا ايش بدكو يا بابا؟ غلا بنا اليوم نروح المطعم فلانة. بدنا نوكل مثلا نبيت زا. بدنا نوكل الاختير الدهبية من ليش عشي من هنا نجيب له الاكلات الزاتية. فاروح اصنفهم بسيارة لا فيش اشكالية. اخوي احمد شكرا جزيلا للك. انا يعني شكرا على 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 صبرك على اسئلتي فعليا وبالضبط هو في مشهد في مشهد كنت كنت محتاج نقدمه كامل مكمل من ما قبل فعليا الحصار. انت رجعت لاتفاقية باريس. حتى لي رجعتني لفترات قبل انا كنت مبلش من 2006 في نقاش. كل ما بسمع حدا الناس بيحكوا على الاكل او نقص الاكل او الحصار في غزة برجع ل2006. بس اه انت خليتنا يعني بالحوار هذا نرجع نشوف المشهد بشكل اكبر. واجوف فعليا هذا الخطر اللي انت موجود فيه اليوم. احنا كلياتنا عرضة له بيوم وليلي هي حنفية يعني. بالكامل. ربنا يهونها ان شاء الله ربنا يهونها عليكم. وان شاء الله بتصير هدنة ووقف اطلاق نار قريب جدا. وبتعمل الملوخية اول يوم. يعني هذا تطميني عليها ان شاء الله يعني زراعيتها بدها شفور يعني زراعيتها. ان شاء الله بيدخلونا من من مصر الملوخية مثلا ونقدر نعملها. ان شاء الله وتشرفنا بمعرفتك. وان شاء الله شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافية. بطمنى هذا الحوار اعطاكم الادوات وكافة المعلومات اللي بنحتاج عشان نفهم. لما منشوف فيديو او منشوف قصة ما على نقص اكل او على نقص صنف محدد او على جوع او على مجاعة. نشوف المشهد الكامل اللي هو مشهد سبق سبع اكتوبر بسنين. وسبق 2006 وحصار غزة بسنين. ومشهد فعليا اللي بتعيشه الغزة اليوم عموم الفلسطينيين. في عموم فلسطين يعني ممكن نكون عرضة له في اي وقت. لانه الاحتلال فعليا بمنعنا منعا باتا انه نخزن اكل او نخزن موني ليوم او يومين او ثلاثة او شهر او شهرين وثلاثة باحسن الاحوال متل ما شفت اليوم. يعني اللي صمد صمد لشهرين او لثلاثة او لشهر ونص او كذا مش اكتر من هيك. شكرا جزيلا للكم ربنا يهونها علينا وعلى اهالي غزة ان شاء الله يا رب وان شاء الله ملتقي في حلقة قريبة في مسبوع القادم.